أقل من أسبوع ويغلق باب القويد في الكرة المصرية سوء انتقالات كان هادئ جداً على الأقل حتى هزيلاً أهم الملاحظات فاطل الانتقالات الحالية في مصر إن بقى فيه اتفاق ضمني بين الأندية بعدم المبالغة في أسعار اللاعبين الكل شبه بعضه وفرقات بسيطة جداً بين اللاعبين ومبقاش فيه اللاعب اللي يغليك بمستوى ويخليك تدفع مبالغ كبيرة ملحوظة كمان مهمة إن معظم الفرق بقت بتعتمد على شبابها وقطاع الناشئين وبتحاول تستفيد حرفياً من مواردها والأهم إن عندية جماهرية كبيرة زي المصري والإسماعيلي والاتحاد ضخوا كتير علشان يرجعوا تاني منافسين على مراكز متقدمة يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة سؤال انتقالات سخن أو هو سخن أصلاً بس سخن السخنية كده اللي هي إيه؟ ما تعملش أزمة ما تعملش جروح ما تعملش مشاكل ما تعملش أي أزمات من نوعية النومين بيتخانق على مين تحس كده كل نادي شغال بحكايته في ملكوته ملوش دعوة بالنادي اللي جنبه كل نادي بيشوف احتياجاته وبيدور عليها وبيجيبها واللي احتياجات عادة ما بتبقاش واحدة بين كل الأندية أنا والله عايز اللاعب الفلاني اللي إمكانياته هتشتغل بالطريقة المعينة في طريقة اللاعب دي فممكن اللاعب اللي أنا أبقى عايزه حتى لو هو لعب كبير ومميز اللي جنبه مبقاش محتاجه مش شايفه مهم بالنسباله مش القصة إنه شايفه لعب مش كويس لا هو شايفه إنه هو مش محتاجه دي الحاجة اللي احنا كنا ياما بالنادي بيها ونقول شوف احتياجاتك ودور عليها ما تدورش على لعيبة وخلاص ما تدورش على أسماء وخلاص وبصراحة كده ما هو ما بقاش في أسماء وخلاص هو كان اسم معروفين في السوق بتاعنا سوق الكرة بتاعنا والأسماء دي قعدة ومركزة مع فرقها سين وصاد وضاد والأسماء اللي انتوا عارفينها كلها في الأهل والزمالي كو بيراميتز وفيوتشر كله محافظ على لعيبته وبقى اللعيبة اللي موجودة في السوق هي لعيبة بصراحة شديدة شبه بعضها يعني مش هتلاقي اللاعب اللي هتقول إيه مثلا أنا في رقتي جابت الصفقة الفلانية عشان هيعمل ألبان مفيش هو لعب كويس وهيدعم الفريق وهيساند الفريق بس هيعمل ألبان اسم كبير يعني هيكسر الدنيا ورد أو ورد لا مش هتبقى الحكاية مضمونة مية في المية لسه يبقى محتاج وقت فالموضوع هادي وتلاقي مثلا الأهلي بيدور على شبابه وتلاقي الزمالك بيدور على شبابه الإسماعيلي المصري سموحة أمبي كل الأندية كل الأندية بتدور على شبابها دلوقتي يقول لك والله أنا عندي قطع ناشئين محترم مطلع 3-4-5-6 لعبين ويدعموا الفريق الأول بدلا ما روح أشتري لعيب بفلوس كتير أقوي وأنا عندي قريدي شبابي وبصراحة شديدة يعني لعمل نادي الزمالك على فكرة مش بس نادي الزمالك وعندية أخرى بس نتكلم على الزمالك كنموذج عشان في الأول والآخر هو حصد البطولة حصد الدوري لما اعتمد على مجموعة من شبابه مضطرا مضطرا خد بالك إنه الظروف الصعبة اللي وجاها نادي الزمالك الموسم اللي فات هي اللي أجبرته إنه يعتمد على مجموعة من الشباب مع مدرم محترم جدا ووظفهم صح ودهم السكة هو يعني بريرة عمل معهم أداء محترم جدا عشان كده شوفنا شبابه الزمالك نجحوا وحققوا بطولة النادي الزمالك مع المجموعة اللي موجودة فالكل قالك ليه لأ ليه لأ أنا بصرف كتير قوي هتقول لها كريم بس ما هو برضو الأندية بتصرف على الأجانب فلوس كتير مش مفهومة يعني ما أنت لما بتروح تشتري أجنبي بتشريب عملة صعبة بتشتريع عشان أنت متصور أو متوقع إنه المفروض المفروض يبقى أفضل من اللي موجود عندك فتدفع فيه فلوس كتيرة مش مفهومة أي نعم يعني الجنبينة في شمال أفراقيا دول شمال أفراقيا ما بيدفعوش الأرقام دي في الأجانب بس ماشي تعدي لكن لما نجي بقى في سوق مصري لعبين مصريين عارفين من الآخر يعني من الجامد ومن العادي ومن اللي يقدر يعمل حاجة ومن اللي ما يقدرش يعمل حاجة ونعلل الأسعار قوي بقى مش منطق وده اللي حصل الموسم ده إنه ما فيش مبالغات آه فيه لعيبة أسعارها آه مش قليلة بس ما فيش أرقام خزعبلية الأرقام اللي تتعطل إيه هو الرقم دي تدفع إيه أصله الزمان كان بيحصل إيه كان المزاد بيتفتح أهلي وزمالك مثلا على سبيل المثال وحنا طبعا باللغة المزاد ما بقىش فيه أهلي وزمالك بس بقى فيه أهلي وزمالك وبيراميز وفيوتشار وفاركو وسراميكروباطرا وأن ده كتير تقدر تدفع فلوس بس الزمال لما كان المزاد بيتفتح الأهلي وزمالك كان النادي اللي معا اللاعب يقول والله أنا عايزي 20 مليون فواحد يخش يقوله طبعا أنا أدفع 25 مليون واخدانا التاني يقوله لا طبعا أنا أدفع 30 التالي يقوله لا طبعا أنا أدفع 40 وحكذا فتلاقي أرقام خزعبلية ملهاش علاقة بقيمة اللاعب أرقام كبيرة قوي على قيمة اللاعب نفسه لكن دلوقتي لا لا يعني مثلا هتديك مثال مصطفى شلبي لعب أمبي لعب مهم ومحترم وعمل موسم رائع جدا الموسم الماضي الأهلي عرض رقم الزمالك من بعيد كده بيقوله أنا هدفع الرقم الفلاني أمبي شايف أن الرقمين مش مناسبين لي فمش عايزي بحزن فتوح هتلاقي هنا بقى رغم أن الأهلي والزمالك بشكل أو بآخر داخلين في الصفقة بس ما بيعلوش على بعض ما داخلوش المزاد أنا والله هدفع 10 مليون الثاني أنا هدفع كبيري 12 مليون فيقول لك طب خلاص الثاني يقول لك طب أنا كمان 12 مليون بس اللي أمبي يوفق عليه ولللعب عايزه بس ما حدش بقى يقول إيه طب أنا هدفع 20 طب أنا هدفع 30 ما فيش الكلام ده الكلام ده ما بقىش يحصل غالبا ما بقىش يحصل أو في أغلب الظن يعني طيب معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ حازم فتوح وكيل اللاعبين يقول لنا رأيه فيما يحدث في سوق الانتقالات في الوقت الحالي حازم مشرف ومنور كالعاد أعلم بيك أساس كريم وسائل جدا بمدخلاتي معاك وبرنامجك الرأى الجميل اللي حاري دايما يومين على متابعته يا حبيبي أشكرا ومنالك الطفيق دايما من نجاح أنا نجاح أشكرك شكرا جزيلا أنا كنت بقول في المقدمة إن سوق الانتقالات السنة دي هو سوق انتقالات هادي كل نادي بيجيب اللي فيه أو اللي عايزة استفيد منه ما فيش مبلغات في الأسعار آه في أسعار كبيرة طبعا بطبيعة الحال بس مش مبلغات كبيرة تتفق ولا تختلف أنا اختلف أنا اتفق تماما آسف اتفق تماما معك في وجهة نظرك وبالعكس أنا شايف إن النظرة دلوقتي للصفقات أصبحت أكثر وقائية من الاندية عن السنوات الماضية فأنا أعيدك تماما في وجهة نظرك وده شيء إيجابي وجميل يحسب طبعا مش معظم الاندية بس غالبية الصفقات اللي تمت كان فيها وقائية في العقام صحيح خاصة بإنتقلات صحيح طيب كان دايما يتقال زمان هو السبب في ارتفاع أسعار اللاعبين وكلاء اللاعبين اللي بيبدأوا يسوقوا ويبدأوا يشتغلوا ويبدأوا يعلوا هنا ويعلوا هنا ويروحوا هنا كان دايما وكلاء اللاعبين يعني تحت طائلة الاتهام في هذا الأمر رأيك إيه أنا أعيدك برضو في الحتة دي ومش كل وكلاء اللاعبين طبعا اكبار نادي معين أو توجيه الصفقة النادي معين في إداء إزايد بالنادي منافس بالنادي آخر بحيث أنه يضغط على النادي من يتم الصفقة أو رقم معين عايز الصفقة تتم به لكن الملفت والواضح جدا ليه بوجهة نظري في المسلم ده إن الأندية بدأت تتفاهم هذه الطريقة ولم تعد تجدي نفع مع الأندية فبقى فيه نظرة أنا بشايفها دلوقتي أنا شايف حاجة مهمة جدا بلد الأندية تتعامل بعض الأندية بصراحة أو معظمها اللي هي نظرة استثمارية كمان للصفقات مش بس الفنية يعني المانع ما يكون فايدة فنية من اللاعب يكون فيه مرضود استثماري في المستقبل صح اللاعب فأنت لتبصر عمار اللاعيبة معظمها تلاقي الأندية الكبيرة كمان مش لازم الإسم يكون كبير لأ عمارسه غير اللاعيبة مستوى فني جيد مع الوقت أقدر أن أنا أصوق اللاعب داخليا أو النادي خارجي واستفيد يعني النادي سفيد فنيا وماديا في الوقت نفسه ودي حاجة جميلة يعني أنا رحظت في الأندية كتيرا أنه ما بقاش يهتموا بالأساني رغمنا ويكون الصفقة مثلا يعني زي ما عليش فيه سبقات بأسانية صفقة سوشيال ميديا أيوة يعني الهدف منها بس يعني سوشيال ميديا والناس اللين جي ولا إيه فلان لا النادي بعد الوقت في الأقصى الواقعية لم يعد استجيب دغوات سوشيال ميديا في حقيقة وأنا شفت ده يعني النادي أو الناديين من الأندية المصرية كان فيه عليهم دغوات كبيرة جدا من سوشيال ميديا اللي توجيههم للاعبين باعيونهم ولا ما يحد استجابة بل الإضاءات الأندية تجهت إلى اللاعب اللي فيه فائدة فنية واللي ممكن بعد كده أقدر أستفيد منه كجانب مادي وده الأندية في أوروبا بتعمل كده يا أساس كريم يعني الأندية في أوروبا صفقتها بتقع مدروسة أنا عارف اللاعب ده درجوه في السن ده عشان بعد سنة ثلاث سنين خمس سنين ممكن يجيب لي عائد أكتر مفروسة فأعتاه فيه أنا سفت فنيا في السطرة لقاب معايا فيه وسفت مدريا بعد كده صحيح ملاحظ كمان أنه فيه عنديها كثيرة في الدور الممتاز بدأت تتايه للعبين دوري الدرجة السنية يعني بدأوا يشوفوا اللعيبة اللي تحت ويجيبوا العيبة ويجربوا العيبة ويقول لك لأمور تسويية في المستابع الممكن أستطيع برابو عليك هو ده اللي أنا بتكلم فيه هو دلوقتي في هذه اللحظة هو مبصش اللي بس الاسم اللاعب هو بصش مشاب فيه عند وقين فنية عندها رؤية صاقبة شايف فني اللاعب ده فيه موهبة مع سنوات المشاركة مع الخبرات اللي اكتسبها هيقدر بقى سطرة معينة قد أننا اللاعب يوصل معايا لقيمة السوقية بتاعته رقم معين يبقى أنا استفدت من اللاعب فنيا ومدبيا صحيح ما بصت الساعتها الاسم اللاعب ولا النادي اللي جاي منه اللاعب احنا في الأول كنا تعرف يعني في السنوات القريبة للماضية كان الأمور بتلشي بالطريقة اللي يكون من الكلف ودي طريقة خطأة صحيح أنا بصراحة يعني بس مش عايزة أسكر أسامي عندها لا يعني فيه عندها لم تستمجب تماما أغمقاطاتش دي لو كنت أنا بتابع الموضوع ده وماشيين بهدوء عارفين احتياجاتهم إيه في المراكز اللي هم عايزينها وبيخضوا الأنسب للنادي حاليا لمستقبليا صحيح طيب أسر حزيم أنا كنت عارف أن أنت كنت تبحث عن عرض لمحمود علاء في الخليج لماذا لم تتم أي صفقة بالنسبة لمحمود علاء في الخليج وانتقل اليوم بسمين على سبيل آرى إلى نادي الاتحاد السكندري والله أول حاجة أنا كمسالة أن أبحث أنا ما كنتش عشان ما أوضع لحضرتك وحضرتك ممكن دي معلومات تدولتها المواقع وسائل الإعلام لكن ده غير صحيح إطلاقا ما أنا بقولها من خلاب برنمك حضرتك أنا محمود أخ عايز وغالي وتربط فيه صداقة وبالعكس أنا واحد من الناس لما سئلت بشكل ودي من أحد الأزقاء بخصوص كان عرض الإماراتي فأنا قلت يعني هو النادي الإماراتي كان متجب بالنسبة سبعين في المئة لأحد اللاعبين الأجانب بالسببا أو آخر تم يعني زج باسم الكابتن محمود علاء في الموضوع وعشان كده حتى الصفقة لم تكمل لكن لم تكن بحث يعني المحمود إن أنا أول حاجة مش وكيل محمود علاء في الوضع أحدك أنا دست وكيل وأنا تربطي صداقة باللعب ولم أكن من قريب أو من بعيد يعني داخل في أي صفقة خاصة بمحمود صحيح ومحمود علاء لعب كبير طبعا زي ما حدهك عارف وقدمت الكتير لنادي الزمال والمتخب مصر ومتوقع له إن شاء الله ربنا يوفقه إن شاء الله في الفترة دي معنا بحاد سكنداري ورجع تاني النبي ومحمود مستوى يعني مش محتاج رأي يعني الجميع عارف محمود علاء لما يكون في مستوى دي بعمل صحيح لنادي الطفيق إن شاء الله صحيح قطاعات النشرين حتى لما بيقوا يشتروا ودي نقطة بقى مهمة وهتكلم مع حضراتكم فيها زمان كنت تلاقي مثلا اللاعب من زمان قوي يعني زمان ده اللي هو مثلا فاطل الانتقالات اللي فاتت أو اللاعب لها يعني مش زمان يعني أنا بتكلم بالمقارنة من دلوقتي للفترات اللي فاتت كلها إنه لاعب مثلا يكون معدد 30 سنة معدد 30 سنة وتلاقيه مثلا عقده في الموسم 20-30 مليون جنيه في الموسم وتشتريه مننا دي بسعر بقى هزة 8 الكلام ده ما بيحصلش في أوروبا الكلام ده ما بيحصلش في حدها في العالم إنه اللاعب كل ما بتقدم به العمر إمتو التسوقية تقل ما تزدش تقل ما تزدش حتى لو هو كريستيان ورنالدو تنتم تخيل حتى لو هو كريستيان ورنالدو تقل مش هو الرقم اللي هيبقى في الأول هو صغير هو نفس الرقم وعنده 35 سنة منفعش يقل إحنا بقى كان عندها العكس اللاعب كل ما بيكبر كل ما فلوسه بتكبر كل ما كنته التسوقية بتكبر الكلام ده مش صحيح فدلوقتي تحسي أنه عندها بقى بتعمل إيه لأ هدفع في اللاعب صغير في السن لعب كبير لأ مش هدفع فيه أرقام كبيرة ده الصح ده العادي ده المنطقي والطبيعي مش محتاج حتى إنه إحنا نقول لك ما أخدوا بالكم اللاعب الصغير المفروض ندفع فيه فلوس كتير اللاعب الكبير ما يدفعش ده الطبيعي يعني ليه؟ طب ده ليه بيحصل زي تقول لي إيه؟ ما هو اللاعب اللي هو سنه كبير ده وده خبرات وطوات تقول لي كلام عظيم جدا وعمل تاريخ وعمل بطولات وكل الكلام ده طبعا طبعا بس هو أنت لما هتجيب لعب كبير في السن أولا مش هيقعد معك كتير فانا مش هتستفيد منه الفترات طويلة سنيا تسويقه أصبح مستحيل ما أنت خلاص هو غالبا هيبقى بيدي لك آخر فترات عمره في الكورة فانت حتى مش هتستفيد تكسب منه فلوس بعد كده طيب تدفع فيه فلوس كتيرة ليه؟ وانت أصلا في المجمل هتطلع منه خسرات على أقل ماداية ممكن تكسب منه فنان سنة أو سناتين بس ماداية انت مستحيل تكسب منه ليه؟ ده ما بيحصلش فده اتحسن كثيرا في سوق الانتقالات الحالية ملحوظات مهمة جدا في سوق انتقالات ممكن يبقى نموذج نمني عليه كمان الفترات اللي جاية أنا بالنسبة لي المهم أو اللي بمرأبه كويس قوي الأجانب الأجانب اللي جايند أهلي جايند الزمالك الإسماعيلي المصري الاتحاد سموحة أمبي فيوتشر الأجانب الأجانب دول اختيارهم بقى فيه تحسن ولا لا احنا كان عندنا مشكلة دايما في اختيار الأجانب بصراحة بصراحة وتحديداً سبحان الله تحديداً في الأهل والزمالك وبقى الأندية هتلاقيهم بيعرفوا شوية يجيبوا أجانب على قدهم يعني يا أصد إيه على قدهم يعني أنا جيبت لعب أجنبي هيديني على قد تموحاطي والله أنا تموحاطي يبقى في المربع الزهبي هجيب أجنبي ييديني ده والله أنا عايز أبقى في الدولة الممتازة هجيب أجنبي ييديني ده لكن في الأهل والزمالك إذا مفوت تجيب أجانب يخلوك تكسب بطولة تنافس على بطولة طول الوقت ده كان بيبقى فيه بعض الخلل في بعض الأوقات مش كل الأوقات يعني مش كل الأجانب اللي بيجوا الأهل يوحشين مش كل الأجانب اللي بيجوا الزمنيك وحشين فيه أجانب ناجحين جداً هنا وهنا بس بما إنك جبت أجنبي وبما إنك دفعت فيه فلوس فهو لازم يطلع كويس ما ينفعش إيه احتمال واحتمال لما تدفع فيه عملة صعبة فلوس كتيرة شايفه أحسن من اللي عندك وبالتالي لازم يبقى كويس فهنشوف القصة دي لما الدور يبدأ إن شاء الله نروح لنادي الزمالك ومصدر بنادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة إن النادي توصل إلى اتفاق مع نادي طلاعي الجيش على ضم لعبه عمر السيسي ونكافة الأمور الخاصة بالصفقة تم الاتفاق عليها يعني عمر السيسي خلاص قريب جداً من نادي الزمالك تقريباً خلص لنادي الزمالك توقف فقط الإعلان الرسمي اللي هيكون خلال ساعة مصدر أيضاً في داخل أو مصدر أيضاً داخل نادي الزمالك قال لنا إن إدارة النادي بدأت تجهز نسبة الخمسة وعشرين في المية قيمة مقدمات عقود اللاعبين للموسم الجديد من أجل منحها للعبين قبل بداية مباراة النادي الآلي في السوبر للمصر النادي الزمالك عايز يبسط لعبيه قبل مباراة السوبر يخشوا بحالة معنوية جيدة وهم واغدين مقدمات العقود للموسم الجديد لسه كاملين مع حضراتكم أخبارنا ومصدر داخل نادي الزمالك قال لنا إن النادي بدأ يتحرك بشكل جدي جداً في ملف تمديد عقضي السنائي محمد عواد ومحمد عبدالغاني الاتنين لسه فضل لهم موسمين في عقضهم بس الزمالك عايز يحسم الأمور بدري بدري مش عايز يخش في الدوشة اللي دخلها من كام في كام صفقة كده أو كام لعب في الفترة الأخيرة لا أنا أفضل لك سنتين أقدر أجدد لك دلوقتي برحتي وأخذ وقت في المفاوضات برحتي ما استمناش لآخر اللحظة واضضغط واضطر يا إما أسيبك تمشي ببلاش يا إما أتفع لك فلوس أنا مكنش حابب أتفعها فاللي بتعمله قدرت الكرة في نادي الزمالك دلوقتي ده شيء في منتهى الزكاء نروح ليه أخبار النادي الأهلي ومصدر قال لنا فيه رقم عشرة إن شادي حسين في الأيام الأخيرة كان حاسس إنه خارج حسابات مرسل كولر وإن المدرب مركز أكتر مع حسام حسن ومحمد شريف وبرونو سافيو لكن الكابتن سامي أمسان قال لشادي حسين إن الكلام ده مش مظبوط وإن الراجل عارف إنك لسه منضم حديثا وعارف إنك لعيب مميز وكان محتاج يشوف باقي اللاعبين قال له ما تقلقش إنت كده كده الفترة اللي جاية هتشوف اهتمام كبير وإنت من الركائز اللي هتعتمد عليهم في تشكيلة الفريق في الفترة القادمة كل لعب يبقى الآن كل لعب يبقى الآن بس أكيد المدرب له نظرات هو شايف إنه اللاعب ده كويس اللاعب ده هستفيد منه بطريقة فلانية فيه لعيبة بالمناسبة أنا أقولك حاجة سمعتها من المدربين فيه مدرب ممكن يقولك إيه أنا مش ههتم بكريم في التدريبات مش ههتم بكريم ليه مش ههتم بكريم أنا كده كده عارف إنه كريم هيلعب كويس كده كده عارف إنه كريم هيدين اللي أنا عايزه فيه لعيب تاني هبقى مركز معه قوي عشان عنده نواقص محتاج أكملها فاللعيب بقى اللي هو كريم ده اللي هو حاسس إنه يعني فيه تجاهل ما هو مش فاهم إنه أنت كده بالنسبة لي كمدرب لا أنت كده أصلاً لعيب جامعة أولاً مش محتاجة أعمل معاك حاجة أنت كويس أنا محتاج بس أشتغل على الناقص اللي شايفه في لعبين آخرين حياناً لعبينهم بياخدوش بالهم من التفاصيل عشان كده اللعب يبقى شايف إنه ما فيش اهتمام به في التدريب ويلاقي نفسه في التشكيل الأساسية في كل المباريات فالشهادي طبعاً لازم يزبر وشهادي لعيب زكي وهادي ومهزب جداً وأعتقد هيفيد النادي الأهلي بشكل كبير جداً كمان مصدر في النادي الأهلي قال لنا إن محمد محمود زعلان جداً بعد ما عرف إن في رغبة من النادي الأهلي لعارته وراح أتكلم مع أحد أعضاء الجهاز الفني وقال له أنا سمعت إنكم عايزين تطلعوني عارة عضو الجهاز الفني قال له ده مش قراري ده قرار إدارة النادي وقرار المدير الفني وإحنا عايزين نشوفك أكتر في فريق آخر عشان نستفيد منك في المستقبل بس محمد محمود عايز يكمل مع النادي الأهلي النهاردة كنت بعمل لقاء إن شاء الله هنزيقوا لحضراتكم مع الكابتن طارق العشري ومجموعة من اللاعبين الرائعين في نادي سموحة وقال لي إنه يرغب في ضم محمد محمود من نادي الأهلي على سبيل العارة وأيضاً كريم الدبيس المفروض اللاعب اللي هينضم من ودي داجلة للنادي الأهلي هياخده كمان عارة يعني هو عايز محمد محمود وكريم الدبيس هياخدهم عارة من النادي الأهلي خلال أيام وربما خلال ساعات في تشكيلة نادي سموحة ده طبعاً لما يتمم الاتفاق مع النادي الأهلي بشكل رسمي مصدر كمان في النادي الأهلي قال لنا في رقم 10 إن مرسيل كولر المدير الفني للفريق طلب من الجهاز المعاون إن كل واحد منهم يشكل يعني تقرير منفصل عن فريق الاتحاد المستيري عشان يشوف كل نقاط القوة والضعف من وجهة نظر كل فرد من أفراد الجهاز الفني قبل المواجهة اللي هتكون إن شاء الله يوم الحد الجاي في زهاب دول 32 من بطول الدوري أبطال أفريقيا والناس بدأت أو أعضاء الجهاز الفني بدأوا يشتغلوا على هذا العمر تتعرفين بيرامدز كان أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني وهو بيرامدز كان أقدم تظلم ليه لجنة الاستئناف لجنة التظلمات يعني عشان يقول أنا حق أنا اللي أشارك فيه دوري أبطال أفريقيا ولكن لجنة الاستئناف أو لجنة التظلمات رفضت استئناف أو رفضت الطلب اللي أقدمه أو تظلم اللي أقدمه نادي بيرامدز بخصوص قرار مجلس الدولة اتحاد الكرة بسعود الأندية بترتيب الدور الأول من مسابقة الدور الممتاز الموسم الماضي وكده الأمور يعني تأفلت خلاص وأنا أعطاك أن البرامدز متفاهم والأمور كلها خلصانة وتحاد الكرة بصراحة كان أعلى الوضع دوت من بدري وما كانش فيه أي أزمة أنا متفاهم أن البرامدز مركز تاني على حساب النادي الآهلي ودورة أبطال أفريقيا كلها حاجات من حقه نظريا أنه يطالب بيها بس خلاص كان فيه لايحة وكان فيه حاجة معلنة للجميع أنه اللي هيصعد من الدور الأول أو ترتيب الدور الأول هو على أساسه الفرق هتصعد إلى بطولات أفريقيا سواء دول الأبطال أو الكونفيدرالية ده فيما يخص موضوع فيرامدز نروح لمنتخب مصر ومصدر في منتخب مصر قالنا أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طلب طلب لذيذ بس مهم يعني يعني فيتوريا طلب من اتحاد الكرة أنه يتم رش ملاعب مباريات الدوري قبله أثناء مباريات الدوري واتحاد الكرة وافق على طلب فيتوريا ووضع فيه اللقيحة بندل لإجبار الأندية على رش الملعب قبل الشوت الأول وقبل الشوت الثاني وتوقيع غرام على النادي اللي هيخالف ده فيتوريا يعمل له عايزه فيتوريا يعمل له عايزه رجل الميكالي المدير الفني المنتخب الليمبي طلب جلسة مع مرسل كولر المدير الفني للنادي الآلي عشان يحل أزمن مشاركة لعبي الفريق أمام فريق إسواتيني المنتخب إسواتيني يوم 23 أكتوبر الحالي في التصفيات المؤهلة لأهم أفريقيا والمؤهلة أيضا لأولمبياد باريس 2024 والمنتخب الأولمبي بيضم من لعبي النادي الآلي كل من حمزة علاء وأحمد سيد غريب ومحمد أشرف ورقفة خليل ومحمد مغربي اللي اتنين هيعودوا مع بعض اتنين مدربين مدرب من المنتخب الأولمبي ومدرب النادي الآلي عشان يشوفوا حل يقدر بيه منتخب الأولمبي يستفيد من لعبي النادي الآلي في هذه المواجهة المهمة مجهتين يوم 23 ويوم 30 أكتوبر الجاري كل التوفيق الأمور تعد إن شاء الله وتبقى ما فيش أي أزمة هنتكلم كتير جدا عن صفقات النادي الآلي الجديدة هنتكلم كتير قوي عن صفقات نادي الزمالك الجديدة إزاي كولر كمان بيفكر لتشكيلة النادي الآلي في الفترة اللي جاية هيعمل إيه إيه التشكيلة اللي حطتها في دماغه أو إيه اللعيبة اللي مقتنع بيها هيكون معايا كالعادة مميز ورائع جدا محمد جمالي يقول لنا آخر كواليس ما يحدث في النادي الآلي وأيضا في نادي الزمالك جيمي مشرف ومنور كالعادة حبيبي أكيد أخبرك جيد كله حلف الحمد لله نبدأ بمين نبتدي الأول بمارسل كولر وتحضيرات مارسل كولر لمطش الاتحاد المنستيري مارسل كولر خلاص أنهى كل رؤيته الفنية فيما يخص صفقات النادي الأهلي واختياراته كان النادي الأهلي بينتظر منه تأرير خلال الأيام الماضية الرجل أفل تماما خلاص على كل هذه الملفات حسم الأمر أبلغ إدارة الكرة في النادي الأهلي بكل طلباته الخيارات وترتيب اللعيبة اللي هو كان محتاجهم أفل على قصة اللاعب الأجنبي الخامس فوق السن اللي هو مارشينيو وقال إن هو ده خياري وهنقولي هنشرح ليه تفصيلا هو ليه خيار وليه غير طريقة تفكيره في الأجنحة واللعيب التاني هو اللعيب تحت السن رتب لهم اتنين لعيبة بالترتيب رقم واحد ورقم اتنين علشان تكمل بقى إدارة النادي الأهلي الجزء التنفيذي فيما يخص التعاقد مع العيب تحت السن ده اللي أوصى بيه مارسي الكولر علشان الرجل يقفل تماما الرجل خلاص قفل الملفات دي بدأ من اليوم إنه خلاص مركز على ماتش الاتحاد المليستري لا صوت يعلم فوق صوت مباراة الاتحاد المليستري مباراة الزهاب يوم 9 يوم الأحد القادم إن شاء الله في تمام الرابعة هي المباراة وهو الشغل للشاغل لمارسي الكولر لكامل الجهاز الفني قفلوا تماما على المجموعة اللي موجودة الرجل بيفكر إزاي هيشتغل ونجيلها لاحقا إن شاء الله نتكلم هو بيفكر إزاي إيه الخيارات هو عايز إيه من ماتش الاتحاد المليستري ليه لاحقا بقولي بيفكر إزاي طيب خلينا نقول إنه فيه تمام لعيبة استقرع عليهم بشكل نهائي دول موجودين معاه في مباراة الاتحاد المليستري تمانية من التشكيل الأساسي في بعض المراكز لازال الرجل بيفكر إحنا هنلعب بمين إزاي هو الأول هنلعب إيه الرجل هو لعب في التلات مباراة الودية بطريقتين أربعة اتنين تلاتة واحد كلير واضحة تماما ولعب بشكل تاني لعيب تالت بيبقى في النص هو ما بين الأربعة اتنين تلاتة واحد وما بين الأربعة تلاتة تلاتة بيعمل الضبر رول أو الدورين مين اللعيب اللي عمل ده غيره أكتر من مرة يعني اعتمد على برونو سافيو فيه المباراة التانية تحديدا فيه مباراة الشوت التانية من مباراة أسوال نفس المباراة اعتمد على عمر السولية اعتمد على عمر السولية إنه يكون موجود فيه يكون حلقة الواصلة أو البرج ما بين اللعيب المركز تمانية خلينا نقول هنا إنه ده كأننا بنشتغل على الأربعة اتنين تلاتة واحد أو الشكل الاعتيادي اللي بيلعب بيه مارسي الكولر إنه بيعتمد على ثلاثي كحت راس الحرب اللعيب ده واحد من التلات مراكز لما نجي نتكلم مين اللعيبة اللي اتحسمت مين اللعيبة اللي لسه بيفكر فيها اللي لسه هو حائر مركز حائر بيفكر فيه هل يحط فيه لعيب تالت ويقلب الطريقة وكأنها أربعة تلاتة تلاتة ولا يشتغل بيها بأربعة اتنين تلاتة واحد ويحط لعيب يغلب عليه الطابع الهجومي تحت راس الحرب اللعيبة اللي استقر عليها مارسي الكولر محمد الشناوي أكرم توفيق محمد عبد المنعم وهنا عشان ما ننسهوش نحط اللعيبة اللي بتعلمها بالأزرق دي اللعيبة لسه لم يستقر عليها في مفضلة ما بين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في خط الدفاع تمام محمد عبد المنعم خلاص علي معلول خلاص اليو ديانج خلاص عمر السلية خلاص اللعيب ده هنحكي قصته لعيب التالت طهر محمد طاهر وبرونو سابيو ده اللعيب اللي لسه لم يحسم وهنا نحط علشان القصة فنية وأسماء المركز التالت دول تلت مراكز لم يتم حسمهم لكن التمن أسماء اللي احنا قل لهم هنعيدهم تالي محمد شناوي أكرم توفيق محمد عبد المنعم علي معلول عمر السلية اليو ديانج برونو سابيو طاهر محمد طاهر واللعيب الأخير اللي احنا بنتكلم عليه انت قلت على أسماء الخبر اللي انت قلت في الإنترو يا كريم بتاع شادي وحسام ما فيه اهتمام كبير جدا بحسام بالمناسبة صب الراجل مركز مع حسام شريف كان حسس بنفس القصة لكن شريف هو تم التعويل انه انت لسه رجع من إصابة فلسه بتتجهز الراجل مركز مع العناصر اللي جاهز اللي قدر يلعب بيوم ماتش الزهاب والعودة خاصة التشكيل الأساسي فالأولوية عند الراجل هو حسام حسن الأولوية عند الراجل هو حسام حسن المكان اللي الراجل لسه بيفكر فيه هو الـ اللي هو قدام الاتنين بتاع وسط المعب الـ عمر السلية موجودين لو الراجل قرر ان حمدي فتحي كمان يبقى موجود يبقى عمر السلية هو الراجل اللي هيعمل وكأنه بقى الـ 4-3-3 مع تحرر زيادة لعمر السلية هل هو بس بيفكر فيها نظريا لا هو طبقها كمان في المباراة أسوان واشتغل بعمر السلية في الـ رغم جيب حمدي فتحي لانه كان مع منتخب مصر فهو بيفكر هل حمدي اللي يكون موجود ولا انه شغل برونو سافيو زي ما اشتغل به تحت رأس الحربة وفي الحالة دي اعتمد على حصام حسن ويلعب بالـ 4-2-3-1 ده الشكل رحلة في عقل مارسي الكولر طب لو لقى برونو عشرة هلقى مين جناح هنا يبقى طاهر محمد طاهر هيتنقل من الجناح اليمين للجناح الشمال ويبقى عنده خيارين اما انه اشتغل بحسين الشحات لانه قدم عب شكل جيد في المباراة الوديه وعنده قناعة كبيرة بيه اما انه هيعتمد على حمل عبدالقادر ويودي طاهر محمد طاهر في الوينج ليفت فهو طاهر لعيب قطعة اساسية عند الراجل سواء في الرايت او في الليفت مكان برونو سافيو هيحدد البوزيشن اللي يلعب فيه نقطة كمان شادي ملعبش في المباراتين كمهاجم لقى في مباراة كمهاجم ولقى مباراة هنا كإنسايد وينجر في المسافة اللي ما بين الجناح وبين رأس الحرب فده الشكل اللي بيفكر فيه مارسي الكولر وينددتي خيارنا كمان قولي انه ممكن يلعب شادي حسين وحسام حسين ما هو عمل كده ما حطش الاتنين في الملعب الا في جزء من المباراة لكن معاك عمل ده انه اعتمد على حسام وشادي كان بيشتغل هنا كراجل يبدو انه في الشكل الخططي مهاجم تاني لكنه هو راجل بيجي من الطرف الشمال ويشتغل انسايد وخلي بالك انه فيه لعيب كان ماشي بشكل كويس جدا لكن هو لم يقيد أفريقيا ولسه قصته وقزمته ما تحلتش محمود عبد الملعيم كهربا لعيب يلعب في الوينجليفت النادي الاهلي قريب جدا لعيب بقى الخطوة اللي احنا جاينا نتكلم عليها اللي بعدها او الاسم اللي بعده نتكلم عليه مارسينيو فناس بتقول مارسينيو ناس بتقول مارسينيو غلبت دخلت عدل ادور كتير كتير على مطشاط في الدور الصيني والدور الياباني ماهدي اخر محطتين بيقولوها مارسينيو لكن بيقولوها بالياباني البرازيلي اللي قيتم بيقولو مارسينيو فانا في الاخر غلبت فقلت انا هقولlere المشكلة انهم حتى الهاجات لديهم بتختلف يعني اتلاقي لعب اسمه ماركينيو هو نفس الاسمالينج بالزبط هو نفس الاسبالينج بينطقوا لعيب اسمه ماركينيو ولعيبتنا اسمه مارسينيو بنفس الاسبالينج بنفس الطريق شوف يا جيمي انت عايز تعمل ايه و احنا وروق طيب خلاص خلينا خلينا مع اخواتنا اليابانيين منظمين و اخر محطة فمارسينيو ليه احنا لما جينا اتكلمنا هنا كريم و شرحنا قصة كولر و كولر بيحب ايه في الاجناحة و ده يبلك من اعجاب كولر الشديد بطهر محمد طهر كولر بيحب اللعيب الجناح الويل بيلد اللعيب القوي عنده الفيزيك بتاعه يقدر يشتغل و عنده قدرات سواء في الجزء الامامي او في الجزء الخلفي لما بيرتد لعيب بيقدر يكمل جوه الـ 18 فتيجي تقول لي طب ما هو لما تجي تتكلمني على مارسينيو هو لعيب ما عندهش المواصفات دي لعيب لهو ويل بيلد لعيب طويل ولا هو فيرود مقدرش يعمل ده طب ليه مارسين كولر غير قناعاته طلع على السكرين او عبال ما السور تجد عايز السور الاولانية لما شرحنا هنا طريقة لعب مارسين كولر مارسين كولر بيلعب ازاي على الاجنح بصة كريم دايما مارسين كولر هو استاذ في صناعة المساح بيدور ازاي يخلق مساحة على الاجنح هنا بيبتري دايما يعمل ستريتشنج للملعب يفتح الملعب على طرفهم الاطراف يكمل ليهات للصورة اللي بعديها هتلاقي اللعيب دايما بص بيدور على المساحة بيجمع اللعب ويعمل مجموعة ويدور دايما على الاسبايس حفظت الصورة دي والناس شافت الصورة دي لما رجي نتكلم على مارسينيو هقولك هو ايه ابرز حاجة دي التالت الراجل بيدور دايما على المساحة سواء الكرة اللي فاتت دي بيعمل سيت بلاي وفرقة متكتلة الكرة دي بيلعب على الكاونتر وبيعمل ترانزيشن من الحالة الدفاعية او تحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية وبرضو بيدور على المساحة فهو دايما يخلق المساحة طريقة تفكيره ولعبه انه السيستم بتاعه يخلق له المساحة لو الفرقة متكتلة او انه ازاي اللعيب عنده يكون الدربلنج بتاعه كويس قوي والعيب بيقدر يشتغل في المساحات ويعمل الترانزيشن عشان الناس كتير وجماهير الاهلي والزمارك تحديد نقولك احنا فرقة كبيرة معظم من الموريات الاندية اللي بتلعبنا بتبقى متكتلة فانا مش عايز لعيب بس هو رجل جراي او لعيب بيلعب في الاسبيسز انا عايز لعيب كمان عنده حلول في المساحات الديقة وانا فرقة متكتلة بتلعب لو بلوك ديفنس او دفاع منخفض رجع لي بسبعة وثمانية تحت الكورة وتسعة تحت الكورة انا اعرف ازاي يخرج واعرف ازاي يشتغل فدايما ده سؤال في الاندية الكبيرة اللعيب ده يعرف يعمل ده ولا لا نروح نبتري بقى مع مارشينيو والحالات بتاعة مارشينيو بصك كريم دي حالة ازاي الرجل بتحرق رقم واحد الصورة رقم واحد اللعيب لسه كورة في الوينج رايت اللعيب بترى يدور على الاسبيس اللي متعلم عليه رقم اثنين خد القرار المدافع بترى ينتبه ليه رقم ثلاثة سبق المدافع خطه في ظهر اربعة دخل حط الكورة باهد رقم واحد عيب مش مميز قوي في الكورة الرقمية لكن رقم حالات لعيب سريع جدا جدا في اتخاذ القرار عنده سرعة في اتخاذ القرار انه ازاي يروح للمساح ما بيلعبش الكورة ويقف هو دايما بيتوقع الكورة راحة فين علشان يروح في الاسبيس ايا كانت الاسبيس دي شكلها عامل ازاي بصة كريم هنا الراجل اللعيب مركز ثمانية لفوسط الملعب في الصورة الاولانية فوق اعلى الشاشة ده عمال بيفكر عنده اوبشنز كتير ممكن يلف ويعمل الترن وغير ممكن يحطها ويسند على السترايك هو ملوش علاقة هو ظابط نفسه علشان يروح في الاسبيس راح في ظهر الراجل الزهير الايمن وبترى يشتغل دخل كمل وحط الكوروش وكورة دي انتهب بهدف حالة اللي بعدها نفس القصة دي كورة رقصية بص الراجل جاي من هنا كريم سرق المدافع كالعاد هو اخر اللعيب في الصورة اللي في الاعلى الشاشة اللعيب الاولاني بفوق خالص اللي بعدها دخل سرق الراجل ودخل وعمل الاسست خل الراجل حط الجنوب بالشبكة فاضية اللي بعدها هنبتري بقى هنا خدناها بقى من وضع السبات ناخدها من وضع الحركة بصها كريم فاتح اللاين هو مش لاين وينجر ابدا هو بيشتغل على الاسبيس لكن هو بيفتح الملعب عشان يقدر يعمل ده ادي الاولاني بص بص حركة في كل المرات بص حركة ده راس ماله قاطع ماهر جدا جدا للخطوط مالك قطع الخطوط الطولية الراجل ده بيتحرك بالعرض لكنه بيقطع خطوط طول بشكل عظيم جدا جدا قول لي انهي لعيب اللي هيقدر اللي هيقدر يعمل ده بص وقفنا 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 لما كنا بنشرح طريقة كور وده دايما الربط ما بين انه اللعيب ده المدر بيختاره وجابه على قناعته وجابه عشان نفزله حاجة هو عايزها ولا اللعيب ده جيب الصدفة اللي هو العيب كويس وخلاص او لعيب كويس وهيجي وهيفدني بأي شكل اعتماد على مهرته الفردية احنا قولنا كولر وجبنا حالتين هم مش مجرد حالتين فرديتين هو بتر لكن احنا عشان الوقت جبنا نموذج للحالتين اما تجميع اللعب والشغلة منعجابها اليسرى عشان نخلق المسيحة زي الحالات اللي جبناها الاولانية بتاعت مارشينيو او هنا في الترانزيشن التحول والهجمة المرتدة بس كميلي كميلي مشيها على سرعتها وبعدين هنوقف هنا دراجة بيعمل الترانزيشن شبيهة جدا بالكورة جبناها مارشين كولر قادي الاولاني قادي التاني عكس اللعب فينشنج ممتاز ايه اللي عيب ده فينشنج ممتاز لا لا اول فكرة كمان ان هو راح للمدافع التاني عشان ما يخش معافس بقى سرعة عايزك تبص على لقطة مهمة كريمة عايزك تبص على لقطة مهمة كوي بص اعلى الشيء شاكريه عالطايم اه الابدني 96 96 بيضرب الاسبرينت ده الديقة 96 بيعمل الاسبرينت ده بمنتهى الهدوء بيعدي في موقف وان في وان مرتين وبيعمل الفنش بالشكل ده وخلينا اقولك انا هقولك العيب اللي ممكن يحاول العيب ده جايت جدا مارشينيو بالمناسبة بغض النظر ان هو لم ينتقل رسميا بعد النادي الاهلي لكن العيب ممتاز ما ليش هو قف وبعدين هنرجع تاني الحال لعيب يا كريم في نهاية في نهاية استعارات حالاته هجري شوية في نهاية استعارات حالاته هقولك وإيه الحاجة اللي نقصاه اللي اتحوله من اللعيب جايت جدا للعيب سوبر مع النادي الاهلي وده لما حسن اللعيب ده شوية او المشكلة الصغيرة اللي عنده دي مع كوزاكي فرونتال كانت افضل تجاربه ليه هو نفس الدريبلينج بنفس الطريقة ده عمله وهو بيلعب في برازيل عمله وهو بيلعب في دانك داي النادي الصيني اللي لعب فيه لكن حسن الفينشنج وهنتكلم على الفينشنج في آخر الحالات كمل لي كمل لي هناخده على سرعيته هناخده على بص دايما بيعمل يا كريم دايما بيعمل يا بص بص هو هو هشناك على الشمال واقف مستني مستني الاسبايس الفينشنج 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 هنا خلي أرقامه مميزة وأفضل تجربه مع كعوزاكي فرونتال وساهم في أن هما يفوزوا ويتواجهوا بالدوري لباني المسلم اللي فات وبالمناسبه بالدوري لباني من الدورات القوية جدا في أسر يجيبه اختلفين كتير جدا وقيمته التسويقية عالية جدا أعلى كمان من الدوري المصري ققيمة تسويقية بص كريم احنا قلنا إيه يبقف هنا معلش معلش وقف 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 ورجعتين يرجعتين بص كريم انا اول كلمة اقولتلك عليها ايه في العيد ده باس وموف باس وحركة ارجع تاني معلش ارجع عبلي ما اعمل باس ارجع عبلي ما اعمل باس بصك ايه هنا الرجل استلام عادي جدا في كالعادة في الوينج لفت برا فاتح الملعب العادي هناخد الكرة ونجرى على الخط ونرفعها او او هو او هيعمل الباس وكالعادة روح استنى باس وموف بيفتح زوايا تمرير كمل 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 بصك اتواجد فين تاني حركة تاني حركة تاني بص الرجل بكمل وبيشاور له عشان يروح كمل كملها على سرعتها باخدها على سرعتها كمل 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 داخد اربع كرارات في الحركة في جزء من الثانية ده يرجع اقولك تاني ده تمرس لاعب مش موقف فردي ليه بنشرح بعض الحاجات ونجيب لها باترن ماشي ماشي براحتك وحنا بنتكلم ليه بنجيب لها باترن بنجيب لها او نمط علشان اقولك انه دي مميزات او عيوب اللعيب بتتكرر مرة واثنين وتلاتة واربعة لما اللعيب يقرر الحاجة مرة واثنين وتلاتة واربعة يبقى ده نمط نفس الطريقة حركة تاني علرغم ان مش هو الحركة المباشرة يعني اوها مش بيعمل وان وبياخد الطوفة بيتحرك لا هي بتروح احيانا تبقى وان تو وأحيانا نوان ثري وبيعمل الحركة بوس دايما للسماس اللعيف في اخر الصور دايما بيتحرك على الاسماس مش منتظر الكروس يطلع هو مش منتظر الكروس يطلع المدافع هنتبه ويتحرك معه بنفس الطريق اللي بعديها اللي بعديها بص القطعة كريم برضو من نفس القصة قبل ما كورا البري البري أسست مش الأسست ابترى يخد القرار وبترى يتحرك الراجل ده ماهر جداً في استغلال المساحات ماهر جداً في الوان في وان لو نجيب آخر لقطة في الفيديو بتاعه عشان الوقت ما يسرقناش لو تجيب لأخ نفس القصة كريم القطعة برضو في الاسميس آخر لقطة في الفيديو بتاعه اللقطة اللي بعدي فيها من أكتر من لعب مواقف وان في وان حلو قوي كورا اللي فاتت دي أسست آآ ممتاز خد القرار هو لعيب ممتاز جداً في استخدام سريع واجه القدم الخارجي سريع طبعاً راجل دريبلان الممتاز هنا بيعمل الكورا الباس هو شايف العيب عايز الكورا ماشي ماشي بقى الكورا دي ماشيها واخدها ليعلى سرعتها وشوف وهنقول آآ ماشي ماشي عسيلي ادي وان في وان ادي وان في وان ادي عدم الأولاني وعدم التاني ما عندوش مشكلة خالص ما عندوش مشكلة خالص وصبر تاني على كورة والتالت ما عندوش أزمن بص بقى هنا وقف 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 بص كريم لما عمل القرار واشتغل فردي شوية زي عادة تلعيبها البرازيليين ده النقطة اللي نقصة مارشينيو لو اشتغل بشكل أكثر جماعية جماعية رقم واحد اتنين بشكل أكثر تركيزا على انه روح للجول أكتر من انه يلعب لعب جمالي ارقامه هتبقى أفضل بكتير كمان من اللي عملها مع الكوزاك الفرنتال النقطة الوحيدة اللي بتنقصه وكملها بقى الكرة دي طبعا هتروح ضعيفة في وسط الجول رغم كل المجهود اللي هو عامله ده ليه لانه هو أخذ وقته طويل جدا واستنفذ الباور بتاعه في الدريبينج ونعديه واحد على واحد ثلاث مرات دي أبرز نقطة بتاعت مارشيني هاي اتمنى نكون وصلنا للناس ده هايل شكل مارشيني وعامل الزي العادي بتاعك يا جديد حبيبا يا كمور هايل والله العظيم يعني دايما انا عادة لما بقى معي وضيف بيقول كلام حلو يعني زحلاتك كده بقعد مستمع جيد يعني ما بقدرش يخش شعاطه عشان ما اقصرش الدركيز فانا مستمتع جدا طيب ده مرسيليو عايز اخش بقى على سامسون صفقة الزمالك بمناسبة انه كمان وصل وصل المطار بالزلط ونادي الزمالك استقبلوه واللعيب خلاص سيبقى موجود والصفقة دي ناس اتكلمت عليها كتير قوي يا كريم قبل ما نتكلم عليها فالنيا في 30 دقيقة في 30 ثانية انه سامسون اكينولا لا كش خد خد تغيدي سامسون اكينولا لعيب جيد كان اللغة الاثيرة على قصة انه موليد 2000 ولا 2001 وهيقاعد تحت السن ولا قاعد فوق السن سامسون اكينولا بيلعب في 60 بقى له 3 سنين كان عنده تجربتين ما كانوش موفقين ولا افضل شيء في سلوفاكيا ومن يناير 21 هو موجود مع كراكاس الفنزويلي قدم موسمين جيدين جدا لعيب جيد جدا هنقول كله مواصفاته هنشرحها في السور لو نطلع اخر موسم لي الارقام بتاعته هو بيلعب كمان بتاعش تقول لي ايه الكصة بتاعت انه تحت السن ولا فوق السن دي حاجات ادارية بس ما بتقولش انه هو لعب كويس ولا مش كويس طبعا هو لعيب كويس لكن ممكن يكون الزمالك كان عمل حسابه في لعيب تاني يجيب لعيب كمان فهو خلاص كان عمل الكنتراكت مع اللعيب واللعيب مواليد مارس 2000 فخلاص لعيب يقيد فوق السن كلعيب زي وزي لكنه قصة انه يقيد فوق السن هي مش قزمة للزمالك الا في انها اخدت مكان كان ممكن الزمالك يستفيد بي في بوزيشن تاني ده البوزيشن اللي بيلعب فيه احنا اتكلمنا على مهاجمين كتير يا كريم الفترة اللي فاتت فيه ناس كتير بتلاقي بيلعب سنتر فرود وانجريت وانجليفت زي بريمان اداي بيلعب كله ده ما بيلعبش حاجة هو سنتر فرود قبل ما نتكلم عليه قبل ما نشرحه هو سنتر فرود على الرغم انه 170 سنتي لعيب قصير القامة ولكن هو البلد لعيب قوي بدنيا جدا لعيب معدل الصراعات عنده مش قول لعيب سريع قوي لكنه لعيب معدل الصراعات عنده جيد لكن تاني هو اه مهاجم صريح لكن عشان جمهور نادي الزمالك يبقى واعي كويس الراجل ده مش مهاجم بوكس الراجل ده مش مهاجم مش عمر السعيد مش عمر السعيد مش مروان حمدي مش حتى سيف الجزير سيف الجزيري احيانا بياخد بعض الكراسز او الكرات الهوقاية نثبته فيها نثبت الراجل ده في الكرات الهوقاية والالتحامات الهوقاية 16% فهو رقم قليل فهو هنقول كل مميزاته لكن جمهور نادي الزمالك اول ما شوفه الصورة دي يقولك ده سنتر فروت فانا مستني السنتر فروت الكلاسيكي لا هو من سنتر فروت كلاسيكي الراجل ده لعب 26 مباراة الموسم الحالي سجل 8 اهداف وصنع 3 رقم مش هو الرقم المبهر لكنه رقم جيد يبقى رقم جيد الموسم الحالي معقول الى حد بعيد معك رقم في الدوري المنزولي نروح للسورة اللي بعدها وده التفصيل بقى هو لعب 24 مباراة في الدوري ولعب في كوبا البرتادورس خمس مباريات سجل 6 اهداف في الدوري وسجل هدفين في كوبا البرتادورس ده التفصيل بتاع عدد الدقايق اللي لعبها لعب 2379 دقيقة وده اللي بيقولك بشكل كبير جدا جدا هو ممكن لعب يلعب 26 مبارا لكن عدد دقايق أولايق لا هو أخذ عدد دقايق كيف وبيلعب بشكل أساسي معك رقص هنا يا كريم الراجل ده احنا قلنا معلش هتأجيب لي الصورة هتجيب لي الصورة اللي قبلها اللي قبلها اللي قبلها عفوا اللي بعدها نفس الخريط نفس الخريط اللي بعدها كمان بس دي لا لا ارجع تاني ارجع هي اللي فاتت باللون لازر ايو دي الأماكن اللي بيتواجد فيها سامسون اكينولا خلي بالك ده مهاجد بصي بيتواجد فين دي الأماكن خلال الموسم الحالي اللي الراجل بيتواجد فيها اللي هو أنا مش موجود مهاجم صندوق أو حتى على حدود منطقة الجزائر لا وحتى لما تيكي بص على صندوق لا لا كسافة التواجد مش جوه البوكس مش جوه البوكس هو راجل بيشتغل كتير قوي راجل بيشتغل كتير قوي تحت راجل بيعرف ياخد الـ راس ماله في الـ هو بيعرف يتمركز بشكل جيد جدا أن تقدر تسند عليه لكن مش فقرات إريلز مش فقرات عالية شكرا أنا عرفت الإجابة جمالي الزمالك من سنناش من اللاعب ده مثل أنه يبقى هدف الدولة ولا هدف الفريق بس اللاعب دوت هيعرف بسهولة جدا في أمور تاكتيكية في ريلا ممكن يحطها أنه يفتح مسيحات عبقرية ويبدأ يشتغل في التاكتيك والفن بشكل بيشتغل هو في الـ يفتح لنفسه أو للفرقة مسيحات ممتازة أنت مش جاي من مهاجم عنده غزرة تهدفية لكن تكتيكين واضح أنه هو لعب زكي وهقول لك بعد شوية هو فرارة تحديدا بطريقة لعبة فرارة هو يحتاج لعب زي ده فين وإمتى وأنهي نوعية من المباريات فين وإمتى وأنهي نوعية من المباريات دي الخريطة اللي بيبقى لك هو بيتواجد فين رجل بيشتغل في التلت التاني والتالت من الملعب بشكل كبير جدا بيتواجد في وسط الملعب وبيستلم من تحت بشكل كبير الصورة اللي قابلها بقى اللي احنا جبناها أول صورة هنا كريم دي الأماكن اللي الراجل بيصنع منها اللعب بيصنع منها اللعب الراجل بيصنع اللعب من كل المناطق حوالين الـ 18 لعيب جيد في صناعة اللعب لعيب جيد في الـ positioning لعيب مصوب جيد لكن مش دقيق يعني قدمه قوية جدا 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 لكنه مش دقيق عنده مشاكل انه السيزن الحالي اكتر من 64% من تصيبات وبيحصل لها اعتراض يعني اللعيبة بتقدر تروح تعمل لانه عارفين ان اول قرار بياخده طالما في زاوية مفتوحة انه بيصوب فعشان كده عنده مشكلة في الدقة فلازم القرار نفسه يتزبط مع فريرة انه انا هشتغل امتى تاخد قرار التصويب وامتى هتشتغل جماعي الكرة اللي بعديها دي دي سجل مناطق التسجيل بيسجل منين بيسجل من داخل منطقة الجزاء بشكل كبير جدا بص بقى كل المناطق اللي عمول عليها اكس دي دي تصويبات لم يتم تسجيلها بيسجل من بيشوت من اي منطقة في المرعب بيشوت من اي حيط الكرة هتجيلي هشوت الكرة هتجيلي عندي زاوية الكرة تحت رجل زيزو هراخدها منه هشوت انا انا جاء هشوت فهو فريرة يعني فريرة لازم يعمل له ضبط زاوية في المنطقة دي لكنه قدمه قوية جدا تاني من ضمن مميزاته ايضا لما ريجي نستعرض الاهداف بيشتغل برجليل اتنين الحساسية عنده جائدة جدا في رجليل اتنين تحت المواقف بتصرف بشكل جيد رجع اللي تاني الكرة دي من الاولة لان انا مش قصتي في الهدف بس لا رجع رجع من الاول رجع من الاول التواجد تحت الكرة كريم ده رجل مش طويل ما بقاش هيقدر ياخد اريلز دايما هتلاقي بياخد الخطوطين او التلاتة الورا بيتوقع الكرة نزلة فين بالزبط ويسحب مع المدافع المدافع ميريش بالحل واحد لو هو مدافع جيد في الكرات الهوائية لازم ياخد القرار قبله ويطلع ياخد الكرة انما هو جيد في ان هو بينتظر الكرة عندما كان سقوط بشكل جيد اللي استلم وتمهيد الكرة بشكل عظيم استلم باليمين استلم باليمين لف خد القرار وهو بلف وراحطتها بالشمال في الزوالة العكسية بشكل ممتاز الكرة اللي بعدية خلاص خدنا دي الاعادة بتاعتها بص يا كريم هنا متواجد فين برضو تحت القرار اه اترك كم شوية خد القرار خد القرار خلاص الجون طالع شوية راحتت هاي ممتاز قدمه جيدة جدا 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 لكن كثرت تزديده خلى المدافعين حافظوه خلاص هو اول قرار هياخده التزديد فنسبة البلوك او الاعتراضات على التصيبات بتاعته كتعالية شوية الموسم الحال الكرة اللي بعدية الكرة اللي بعدية خد بالك كمان دا مش لوبه وخلاص دا طبعا طبعا بس لا رجع لي هين رجع لي هين رجع لي هين بص كريم بيشتغل مع المجموعة احنا قلنا لاعب صانع جيد للأهداف ها لاعب صانع جيد بص هنا اول قرار خده كان ممكن ياخده الكرة ويعديلها ويخش لكن لها خلاص هتقفل عليه راح حاططتها لسان دا خلاص مشي 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 راح خد التو بمنتهى البساطة واخد القرار سدد عندوش اي مشكلة وجتع الشمال باليوسرى هو يمين الشمالة كانين اللي اتنين عنده قريبين جدا من بعض صعب انك تقول والله هو دا لعيب اي من لعيب اشوال لعيب اي من طبعا لكن لكن اليومنا واليوسرى بص برضو طالع منين الكاونترز وهنا بص بقى الانهاء الانهاء هنا جايت جدا بص بص القرار القرار مهم اوي ازاي فريرة يستفيد من الراجل دا او في اي نوعية مباراة او زاي بيلعب فريرة اصلا فريرة بيلعب بال3-4-3 بالشكل اللي اعتيادي بتاعه عشان ما نستهلك شواء بالشكل اللي اعتيادي بتاعه الراجل دا مش يلعب اي حتة تناغر مهاجم احنا اتفقنا من البداية هيعب هنا دا لا يقدر يشتغل هنا ولا يقدر يشتغل هنا مش براهيم يا نداي بريمري داي قادر اشتغاله على الرايت قادر اشتغاله على الليفت يعني يا هو يا الجزيري الاتنين صعب جدا تلقيهم في الملعب يا هو يا الجزيري فالرجل ده هتواجد هنا دايما المباريات اللي الزمالك بيلعبها خارج الأرض سواء في بطولة أفريقيا أو المباريات الكبيرة وفريرة بيكرر انه هاشتغل بالبلوك واشتغل على الترانزيشن واللعب المباشر اللي اعتمد عليه بشكل كبير جدا وكان التطوير بتاعه على الجناحين أو الفلانكس اليمين والشمال بوجود أشرب بن شرق الموسم الماضي ووجود أحمد سيد زيزو الموسم الحلق أبراهيم هنضايف الغالب ومعاه زيزو أو إمام عشور زي ما جربه في بعض الأحيان على الجناح الأيسر المكان القديم قوي اللي كان بيلعب فيه جناح مع حرص الحدود إمام عشور الراجل ده في المباريات دي هو النموذج الراجل بيعمل الترانزيشن بشكل جيد محطة على الأرض بشكل ممتاز يقدر زي ما احنا قلنا بيصنع بشكل جيد يقدر يوقف على الكورة ويطلع الجناحين بشكل ممتاز بهذه الطريقة فريرا هيستفيد جدا جدا من سامسون والكنولا لكن مباريات الزمالك هو اللي عنده الأبر هاند والزمالك هو اللي بيشتغل جوه البوكس وشغال سيت بلاي بشكل ضاغط الفرير اللي قدام والفرير اللي قدام هو اللي بيلعب بدفاع منخفض وزمالك هو اللي ضاغط مش يبقى مفيد قوي زي ما الجزيرة مفيد اه خلاص هناخد دقيقة بالزبط في سامسون كمان كمل بقى بقية الحالات هنا بصها كريم الراجل رايح بوشه وكان ممكن ياخد الكرار عمل الباص عمل الباص ودخل كمل هاي ده بيقولك انه هو مركز وبيعمل الباص ما خدش القرار الاولاني اللي احنا قلنا هو عنده قرار معتاد التصويب المعتاد دايم لا هو هنا راح لا عنده انه زاوية التمرير اكثر مرونة راح تتحطت فضل متابعها علشان يروح يكمل بعد كده على الرغم ان انت لما تبص للكرة هو جاي من تحت مش هو اللي كان اللي مسابق لكن ده بيقولك هو عامل ازاي نفس القصة راجل في الترانزيشن ممتاز في التحولات لعيب ممتاز خلاص نكتفل ان الحالات اللي بعدها تبقى شبه لعيب قوي جدا هو كان فيه لعيب بيلعب في الزمالك اسمه رزقه متويسي لعيب بنيني ايضا بالمناسبة فيه لقطة طريفة كده وده جون جاي جدا بواجه القدم الخارجية لقطة طريفة اللعيب ده هو بنيني لكنه هو نيجيري المولد الاكاديمية اللي طلع منها اليون سيرتي سيكس هي دي الاكاديمية اللي طلعت جونيور اجايه كنت بكلم مع ملك الاكاديمية من كم يوم وقال انه عنده اكتر من لعب تاني لكن تحديدا كنت مركز معاه على اكينولا نفس الاكاديمية اللي تدرج منها جونيور اجايه هي نفس الاكاديمية اللي تدرج منها سامسون اكينولا وهما بيطلعوا العيبة كويسين قوي عشان كده هو عنده شوية الخصائص بتاعة الليجيرين والبنينين جيمانا استمتعت جدا كالعادة يعني انا اشكرك شكرا جزيلا ولسه بكملين مع حضراتكم فاكراتنا النهاردة بعد الفاصل هيكون معنا كابتن كبير كابتن حسن مصطفى لعب النادي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق خليكم معنا فصبا ده هو واحد من اعظم لعبي الوسط اللي يمكن جوم في تاريخ الكرة المصرية اسمي كبير جدا اسمي من الجيل الزهبي للنادي الاهلي ومنتخب مصر اسمي كان بيقوله عليه صاحب الرئات السلاس هو في حياة الامر اكتر بشوية من السلاس مجهود مش طبيعي في نص الملعب لعب عنده كل امكانيات لعب الوسط زي بيقوله دلوقتي كده اللعب رقم تمانية هو كان رقم تمانية ورقم ستة ورقم عشرة ساعات لعب مميز جدا كلاعب كورة شخصيا كنت بعشاءه جدا فأي فريق لعب فيه ومع منتخب مصر بكل تأكيد كمدرب كمان هو ان شاء الله يكون مدرب وعد جدا الكابتن الكبير كابتن حسن مصطفى كابتن حسن حقيقي مشرف ومنور مبسوط حقيقي مشرف لي يا ربنا خليك كريم انا مبسوط ان انا محاضر دك النهار ده ويا رب يكون حلقة كويسة يا حبيب مشرف ومنور وقال في شكرا على المقدمة الجميلة لأقلم كتير من حقك انت عارف انا دايما بطرجت ايه بطرجت الشباب الصغير اللي هو ممكن يكون عنده 12 13 14 سنة ملحقش يشوف حسن مصطفى اوه في الملعب فيه ناس اللي قدنا واللي اقلم اننا شوية برضو شفوك في الملعب بس 16 14 سنة ما عرفوش مين حسن مصطفى وقديه كان انسان موهوب وكان لعب موهوب وكبير جدا ربنا خليك يا رب الله خليك الاول ده هنلعب شوية ذكريات زيش انت راجل كنت مع النادي الاهلي موهوب وعظيم مع نادي الزمالك نفس الامر مع منتخم مصر في جيلزة كل ده كان اجيال زهبية للنادي الاهلي ومنتخم مصري تحديدا كمان تفتكر ايه من الايام ديت الناس اللي لعبت معاك المدربين اللي اشتغلت معاك والله هي ذكريات جميلة كلها لان انت عارف انت يعني في بداية ان انا في النادي الاهلي يعني كان معاك لعبة كبيرة زي مثلا كابتا عصام الحضري واق الجمعة عمد النحاس شادي جيل بيرتو اسلام الشاطر او بركات بالعبو حيتي اليمين شوئي انت في نص المرحب اصلي ما كان ان انت بتلعب في دوت كان فيه تنتشر تتاشر لحيب حيشت عندك حسن مصطفى محمد شوئي اينو اينو احمد حسن استاكوزا انيس ابو جلبان حسن علي وكان في اناس تانية عمالة تيجي وتطلع تيجي اكوتي اه كبتا عمد حسن تالحيتي كبتا عمد حسن؟ يعني جي عدت معا ست شهور يعني عدنا ست شهور أو سنة وبع كم شيء آآ ولقى برضو في الحتة دي شوية آآ بالزبط يعني لا لا كان الموضوع يعني حتى أكوتي تجيب عشر مليون كانت أيام العشر مليون دي اللعيب تجيبه عشر مليون ده رقم كبير رقم ضخم جدا وكان طبعا إعماد الميت تعيب وفلافيو وابتريكا فجل كبير جدا وعظيم وكانت من الحاجات الجميلة لما كنا في الزكريات يعني بتاعتنا لما كنا مثلا إيه نتنافس مين هيجي بدري التمرين يعني كنت أنا وابتريكا وكان واقع الجمعة نصلي الفجر ونيجي على النادي نقعد هناك في النادي وعم حريسة جيب لنا الفطار ونفطر ونام شوية كان فيه استراحة كده تنام شوية وبعد كده تنزل التمرين هاللوقتي بنتنافس مين ليجي متأخر مين ليجي متأخر أكتر لا لا إحنا كنا مين هيجي بدري وكانت بالحاجات الحلوة اللي استشفى اللي انت بتعمله بتروي يعني احنا كنا بنقعد نعمل كل حاجة يعني ما ورقش غير أن انت ده شغلك بتتمر كويس بتنام كويس بتركز في كل حاجة انت عايز تعملها بتتنافس مع لعيب زميلك جامد عايز تعمل أقصى طاقة عشان ما ياخدش مكانك فكانت حاجة يعني صراحة جميلة انت لما كنت بتدعي بدلوقتي مدرب يقول لك أصله الجيل ده كان جيل ذهب جدا وكان كل العباء رائعين جدا فكان مان وجوزي لازم ينجح وكان أي مدرب يدرب الأهلي كان لازم ينجح بس انت دلوقتي وانت مدرب بتبقى عارف انه فيه تفاصيل فنية وفيه شغل فنية حتى لو معك عناصر كويسة فيه شغل مفروض تعمله تفتكرين مان وجوزي مع الفريق بص لك الحاجة أول حاجة في الجيل ده هو التليفون النت يعني الحاجة دي دي فضيعة جدا انت ممكن تقعد 24 ساعة حتى في الجيل حالي طال 24 ساعة أنا حتى مصطفى ابني بيقعد فترة طويلة جدا على التليفون وكان تركيزه قليل الفترة فترة بسبب تمرناته وكده سحبت بالله التليفون وانتقول له لا خلاص انت ليك ساعة واحدة في التليفون فديت من الحاجات اللي هي السلبية للجيل الجديد احنا الحمد لله بعمين انت كنت عايش حياتك كلها لكورة يعني عارف مركز قوي عندك منافسة بتنافس نفسك بتنافس نفسك قبل ما تنافس الخصم او اللعيب يعني اللي معاك زميلك فانت كنت بتعمل كل حاجة ان انت تبقى في الطب بتاعك فهو دوت اللي خلك جيل دوت احسن جيل جيف من وجهة مصر في مصر يعني وكان من هو الجزء معاكم من هو الجزء تفتكر يعني الشغل اللي كان بيعمله معاكم والاداء الفنية دائما نتحدث عن عامل الجزء مع العائمين لعبهم مع عامل الجزء مدرب عظيم داخل مصر طبعا طبعا ان هو مدرب كويس جدا 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 كان بيعاب في التعامل مع النجوم كان بيتخلي يعني هو انا بقول ان هو اول تلات سنين كان عامل العدالة في العدالة في الفريق لو انا قليت يعني حس ان انا عملت كده غمبت عنايا حتى لو انت مكسر الدنيا قبل بيقعدك على طول يعني في ناس كتير او كان بيطلحها بعد ربع ساعة وعشر دقايق وفي ناس نجوم كانت مثلا ما بتلعبش تلاقي نفسها بتنزل فكان العدالة هو عامل العدالة ديت فكانت هو ده اللي مدي المرضود الكويس الفريق وكان كل بيده اقصى طاقة اه لو ما فيش حد ضمن مركز بالزبط مش هنجمل فرقة فانا كده كان هلعب يعني يعني انا فيها وقت كتير قوي بركات اللي هو يعني بالنسبة لي احسن العيد كان في الفترة دي فكان شغال كويس نحي تنمي وعمل يعمل وانتو وشغال فرحال له بركات فبيعمل كده بركات فقال له زيرو بركات بتاخد زيرو ما لاحنا هناخد ايه طيب بقى طيب انت في النسكة بركات بالنسبة لك ده كان افضل لعب في الجلة اه لا انا بالنسبة لي يعني بركات وبتريكة وعمل متعب طبعا لا ما في دايما انخلاف على بركات ولا بركات ولا متعب ولا فلابي بس ما كانش عصي بركات كان لعب مميز جدا ما فيش لعب زيه يعني اولا فيش لعب شبهه شبهه اه بعدين زكي جدا يعرف امتى ياخد اللقطة منك ياخد الكاميرا منك يقدر في وقت كده يريح شوية كده ويروح عامل خمس عشر دقايق من نار بساط ويتحرك ويروح رافق رايح نعي تلمين ويرفع ويروح عالجول لا يعني انا ما شفتش لعيب فترة يعني لعيب كويس زي بركات يعني وكان زكي لعيب زكي 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 يعني زكي جدا في الحياتة دي انه يقدر امتى يرأسك ازاي يعملوا انتو انا لما رحت النادي الزمالك وبلعب على بركات محسيتش بالموضوع دو يعني اعمل معايا وانتو لقيتو باعد عني تلاتة اربع خطوات دي في الكورة صعب ان انت تبعد عني لو اهرب خلاص خلاص مش ببرا داية يعني مش خطوة ما انت خطوة ممكن تجري وراه تلحق وتفضل ترخم عليه تلحق اختر لا بقى لقيه باعد عني قلت قلت لأ اذا ربنا يكون فاني الناس بتاعب عني كتير يعني بمناسبة الاهلي والزمالك في وقت انت كنت مكسر الدنيا مع النادي الاهلي جيل زهبي في النادي الاهلي الاسمالك هيت موجودة وانت من عناصر الاساسية مش مجرد بس موجود في الجيل الزمال في اسمالك عدت على الجيل الزهبي يعني عدت من جنبهم بس انت من العناصر الاساسية الحمد لله زي خرقت من النادي الاهلي بس هو في نقط كده الواحد برضو بيأتب على نفسه فيها ان انا مثلا فيه اوقات كان تركيزي وحش في شوية مشاكل حصلت مع ميستر مانوان جزيه انا لما سافرت السعودية كان هو جي طلبني ان انا ارجع فانا جيت قلت له لا انا عايز اكمل فالديل بتاعت النادي الوحدة السعودي ماكملش فرجعت بقى ما تقيتش افريقيا فدي كل دية العوامل دي كلها قدت ان انا امشي من اي شايفاء اخطاء من عندك في الاساس اخطاء من عندي واخطاء برضو يعني يعني عارف انت برضو ايه انا جيت في فترة كان عادي قليل قوي في ظل كان الناس بتجدد بتاخد مثلا ربعمية خنسمية وما بلعبوش فانا كنت بقول لهم انا عايز اجدد عقدي وعدله ازود سنين وعدل عقدي وكده فكانوا يعني هي دي النقطة اللي كانت فيها فلما جم قالوا اللي هنزودك فهيزوديني رقم قليل تلاتين الف او خمسين الف فقالت لهم مش ده اللي انا يعني بحلم بي او اللي انا عايزه فقالت لهم خلاص لما اجدد فهي دي كانت النقطة يعني نعرف ايه كانت بيتأثر عليه جامل جدا يعني في النقطة دي بحكت حاسس من هما مش مقدريني كويس في نادي الزمالك اتقدرت ملايا لا برضو نفس الموضوع كنت برضو رحت انا بقى في نادي الزمالك ما فكرتش برضو في الفلوس كنت باخد 8000 ساعتها كان ساعتها نهار رقم عادي او اه رقم عادي او اه لا كان ساعتها في ناس بتاخد 3 او 4 مليون اصلا اه تمام فاخدت ما فكرتش في الفلوس خالص ان انا كنت عايز العب وكنت مثلا عايز ازبط نفسي وكده برضو المشاكل اللي حصلت في نادي الزمالك اني مفيش فلوس خالص يعني انت عارف انت ان انت مثلا حد كان ساعتها مثلا كم مرة احنا اخد 25% فال25 قالوا اني هنديكم 12 فال12 مفيش وبعدين جينا فترة ان احنا بنسافر عشان نجيب فلوس للموظفين يقبضوا مش لينا يعني مش لينا احنا لا للموظفين فالي برضو كانت هنا وهنا لو الوقت ريجع بيك تاني كنت هترضى في النادي الآلي من نفس الرقم يعني ايه يعني ما كنتش هتتدايق من قصة الفلوس كنت تتابع العرض بتاع النادي الآلي وشوز النادي الآلي والزيادة بتاعت النادي الآلي وما تروحش نادي الزمالك لا والله بوس انا مبسوط اللي حصل اللي ده كل يعني يعني كعرف انت المسيرة كلها كويسة يعني الحمد للرب آلي زمالك منتخب مصر بس في الاخر انت بتبقى نفسك في حاجة نفسك تعمل حاجة بس في الاخر ربنا هو اللي بيودي لك او بيبقى عارف انت بتروح مثلا مشيت من نادي الآلي بسبب حاجة مشيت من نادي الزمالك بسبب حاجة مشيت من نادي طب انت علقتك بمين احسن دلوقتي النادي الآلي ولا نادي الزمالك والله بص يا النقطة دي يعني مثلا ايه اجي انا ببص دلوقتي دلوقتي اجي بص على النادي الآلي يقولك لا درجة الخنة وراح الزمالك نادي الزمالك اقولك ده مش ابننا فحس لا خد لا خد ده ولا ده ولا ده بالزبط ده احساسي ممكن اكون غلط بس ده انا يعني انا مش اخش نادي الزمالك اضرب صح ولا خلط هيقولك ده مش ابن النادي الزمالك ده رجل جي قاعد معنا سنتين ومشي وناس كتين مش هتقبل ومدربين كبار مش هتقبل ومدفع ارجع النادي الآلي النادي الآلي هيقولك دخلنا ومشي وسبنا وراح الزمالك بس انا مش انا اللي مشيت طيب السؤال بقى انت نفسك لو جالك دلوقتي في هذه اللحظة من النادي الآلي ومن النادي الزمالك عرضين للتدريب تختار منهم لو الاتنين في نفس التوئيس والسؤال ده صعب صراحة لان انت لما تيجي تختار من يعني عارف احسن ناديين في مصر مفهوم واحسن ناديين في افريق بس مين هيكون عايز حسن مصطفى اللي انا بس اللي اتنين يعني اللي اتنين عايزينك هو دلوقتي انت عارض على التراويز انا بديك عارضين من الاهل والزمالك ولازم تختار منهم واحد صراحة السؤال صعب لان الواحد ما يعرف انا دلوقتي حسن مصطفى ساعات في اوقات ببقى خايف ان انا اقول انا مثلا زمالكاوي او ان انا اهلاوي عشان ما زعلش حد من الجمهور لان بحس ان الجماهير بتحب النادي اوي كل واحد بيحب النادي كامد اوي يعني بيحبه اكتر من مصر يعني في اوقات بطولة افريقية بس ده مش مفروض يحصل كده وده وقع المنتخب في البداية لان انت لما جيت تقول ليه ما اخدتش طرق حامد ليه اخدت حامد ليه اخدت السلاية ليه ما اخدتش مش عارف ايه ليه اخدت فلاية فهي دي مشكلة اه طبعا فهي دي كانت مشكلة من المشكلة بس اللي انا اقولك ان جمهور نادي زمالك جمهور نادي الاهل جمهور نادي الاسماعيلي جمهور نادي المصري كل الجماهير جمهور نادي الاتعاج كل دول بيحبوا نادي يوم قوي قوي حتى لو انت مثلا في نادي الاتحاد و جيت وليه والله انا من ابناء زمالك اولاد تلاقي يوم زعلانين والموضوع كبر قوي مش عارف ليه طبيعي اصدر او طبيعي انت بتحب فرقة وطبيعي منتمل فرقة اي حد بيحب الكورة بالمناسبة اما فيهم الاعلاميين اللي دايما بنقول ان احنا محايدين بس كده كده اي اعلامي في الدنيا حب الكورة عشان بيحب فرقة حضبك لعبت كورة عشان بتحب فرقة ولعبت الها وكذا يعني وفي اوروبا مثلا الناس بتطلع يعني بس تطلع في التلفزيون تحتفل بفريقها اللي بتشجعه هو مثلا اعلامي او محل بس عادي عشان الناس عارف ان انا بشجع الفرقة الفرانية بس بحس برا الموضوع اهدى من كده ايما طبعا مش كده يعني مثلا كريستيانو راح منشستر وبعد كده رجع ريال مدريد وبعد كده رجع تاني بس هو بيقولك انا بحب ريال مدريد عادي عادي مفيش مشكلة جاي الانكر المسل عشان بيلاع في توتنهام ده اعلامي كبير يعني في انجلترا يبقى ماتش توتنهام وماتشو سينادي طالع هو في البرنامج بتاعه عمالي احتفل بل توتنهام اه كيه كان معروف ان هو توتنهام مش هيطلع بقى هو تاريخه كله ما هي بقى دي النقطة انت تاريخه كله في النادي فلاني وفنشت وصلت لسن معين انا من وجهة نظري يعني في لعبة كتير اسكية وفي لعبة يعني خنها للتفكير يعني لو زي وليد سليمان الراجل بطل مسك في النادي الاهلي في النادي الاهلي حسام غالي عمد بركات عمد متعب ففي ناس اسكية يعني انا تاريخه كله في النادي الاهلي ابو تريكا فدولت كله دهت زكاة يعني انت فهم انا بقول ان حسام عشور يعني كنت بتمنى ان هو كان ياخد برضو نفس الموضوع يبطل حتى لو قدامك سنتين ثلاثة تلعبهم لا كنت لازم تبطل بس ما خرجش بالزكاة التام يعني من النادي الاهلي يعني يعني عرف هي الظروف برضو كانت مش حلوة والترتيبات ما كانتش حلوة وكانت يعني وصلت لمرحلة بس مش ملاحظ ان حسام عشور المفروض العلاقة بينه بين النادي الاهلي وجميع النادي الاهلي تتحسن يعني حتى لو هو كان اخطأ ولو فرضى ان هو اخطأ يعني الامور تتحسن تاريخ تهويل اوي حسام عشور اه طبعا يعني دي وجهة نظري يعني وجهة نظري لازم الامور تتحسن اكتر من كده وهو ولد مؤدب يا حسام عشور لعيب محترم طول عمره وهو معانا لأ محترم جدا ومؤدب ما بتسمع لهش يمدي حسام على ورقة كده يمدي ما يتكلمش في فلوس ما بيتكلمش في اي حاجة ما باتش هي ازمة خالص طول تاريخه بصراحة فانا بتمنى يعني انا بجد انا مبسوط ان حضارك قلت كده انا بتمنى ان هو لازم يكون يفكر ان هو يرجع النادي الاهلي يشتغل في النادي الاهلي اي حاجة اي منصب هو يعني عايز يشتغل فيه مثلا تدريب او اداري لازم يرجع صراحة سؤال انا سألتك سؤال دلوقتي ديتك عرضين عرض من الاهلي وعرض من الزمالك لتدريب احدهم وقلتلي ايه انا مش هقول ليه دوت او دوت عشان محدش يزعل ايه زاد لما منتخم مصر الناس تتحدث عن مدرب مساعد لفيتوريا واسم حسام مصطفى ما يتحطش هو لعب كبير في الاهلي لعب كبير في نادي الزمالك لعب كبير مع منتخم مصر مدرب جيد جدا ولو مسيرة جيدة جدا في فترة قليلة جدا ليه بقى اسم حسام مصطفى ما تحطش مع منتخم مصر هو انا اقول لحضرك الحاجة انا كنت لسه يعني برضو كنت مرتبط مع كابتن حسام حسن يعني كنتنا لسه ما الامور ما فصلناش وكده انا برضو كنت مع مدرب كبير كابتن حسام وكابتن إبراهيم فهو ممكن نقول بعد كده لو انا مثلا بس انا برضو بقول انا نفسي امسك فريق وربنا يكرمني ده انا بتمنى يعني النفسي امسك اروح للمنتخب حتى لمساعد ثالث رابع اي حاجة يعني فانت بتتمنى لان برضو ده شرف كبير ليا ان انا مثل منتخبي زي وانا كنت لعيب وابقى مدرب وكده لان انت برضو بتحاول توصل للعيب اللي انت شفته يعني انت شفت ايه الضغط ايه لازم تبقى اللي حسيت به بالمواقف اللي انت مريت بها كلها فلازم بتوصلها للعيب طب بالمناسبة اخر جهاز مع كابتر حسام حسن هل انت مشتمر مع جهاز جديد لكابتر حسام حسن في المشتابق ولا انت قررت تبدأ تاخد خطوات فيها انك تبقى الرجل الاول ما هي دي بقى ان شاء الله باذن الله يعني انا اتكلمت مع كابتر وكده ان انا اخد الخطوة دي ان انا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني هو بقى الرجل الاول ان شاء الله باذن الله وما بدأش من تحت اللي عايز اخش على الممتاز على طول ما افرد انا ما جاليش لان هي النقطة انت الناس برضو ممكن في ناس تعمل رزق ويقول لك طب هات حسن مصطفى في الدورة الممتاز نشوفه وفي ناس تانية يقول لك لا احنا ما شفناهش دي راجل بالنسبانها ثالث فهي دي النقطة لو رئيس نادي عنده ثقة في الله ثم في العبد فحسن مصطفى يعمل كده انت بقى شايف احسن لك ايه تبدأ من تحت وتعمل سمعة طيبة ولا تخش في ضغوط على طول اللورة الممتاز والله انا انا شاف يعني برضو الدرجة التانية بتبقى اصعب شوية بس الواحد لو دخل الدورة الممتاز بيبقى اسهل الدورة الممتاز شغله احسن لان انت برضو في الدرجة التانية الملعب بتبقى كوي وحشة والكوالة بتاع اللعيب برضو بيبقى اقل شوية اقل طبيعي ايه انت فاهم فانت بتتعب قوي قبل ما توصل المعلومة للعيب وينفزها لك لان خلي بالك اساسا اللعب في الدور المصري في لعيبة بتنفز ربع ساعة نصف ساعة بالكتير وبعد كده تلعب بالنفس تسرح مثلا فيه ناس كتير قوي بتسرح في اللعب فيه ناس كتير قوي بتنسى المتطلبات اللي المدرب عايزها منها وعشان كده فيه ناس كيروش قالك فيه لعيبة مش عارفة تقف فيه لعيبة ما بتعرفش تباصي فيه لعيبة كذا الحاجات اللي هي في البداييات بتاعة الكورن بزرط وانت ايه ده لعيبة منتخب مصر وليفل اعلى ليفل اه ده خلاص ده الاخصر حاجة ده انت جبت انا بقى اشوفه انت نازل اجحسن له طيب عموما لسه ده رؤساء الاندية في مصر دوري ممتاز دوري درجة تانية اي مكان في الدنيا كابتر حسن مصطفى الآن بيقول لنا ان هو اخد قراره ان شاء الله الفتاة اللي جاية هيبقى رجل الاول فالكابتر حسن مصطفى متاح حاليا وابدأوا افكروا عشان هم نتكلم فيه مدرب واعد جدا وموهوب جدا واسم كبير جدا بعد هذا الفاصل نكمل حوارنا مع الكابتن الكبير كابتن حسن مصطفى لسه بشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن حسن مصطفى كابتن حسن ايه رأيك نفتح الكروت بقى ماشا الكروت دي كسس وحكايات بقى حلوة اه انا تفرفت عشان نتسال اه انا اخد بالك انا زي زيك اه قالولي 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 حضارك ما تتعباش حضارك هتفتح الكارت تتقرى السؤال للسدف مشاهدي ماشا واتجاوب عليه ماشا تبدأ منيين ؟ يعني بيقولي انت في لعب للإهل الوزمالك كان فيه حد اهليه او حد هنا زمالكاوي حالو اه حالو بركات زمالكاوي بركات زمالكاوي في الزمالك كان في يعني لا عمل افتكر لكن كلهم زمال كويه بس بركات ده كل ما فيش لعب ما بعوش بس خلي بالك بركات يعني اول ما كان بيقولوا يعني هو في السكة الحديد وطبع إنه هو زمال كويه لما جيه يعني بركات يعني عايزه لك حاجة أجمد أهلاوي يعني باستماتة في المدشاط وفي كل حاجة يعني بس ما كانش فيه أي وقت كان بيهزر معك وحاجة ليه علقة بالزمالك وكانش فيه فرج مسلا عرمطش الزمالك بيبقى بيعايز لا ما عندوش الحيطة دي بس هو كان دم خفاوي بركات دم خفيف وكان عندو حاجة كمان في المدشاط الكبيرة يعود يهزر وإحنا مركزين بركات إحنا عايزين نركز حبيب إحنا عايزين نركز كان أحمد الساد لا خلي بيقى لك أحمد الساد يعني كان هما الاتنين وليف بحك بس أحمد الساد برضو لو ركز وفدر إحنا كنا نبقى مركز مشغل القرآن وبترى الأسكار ونركز متوتر أحمد الساد يعود يهزر فأنا كنت ببعد عن بركاته وأحمد الساد صراحة طرفت كل موقف مع بركات عملوا فيك أو مالا؟ عملوا فيك لا إحنا مرة وإحنا في 2006 كان بيجيب الكارت بتاع ابنه ونروح نركب نروح في الفندق اللي إحنا كنا فيه في مدينة نص نعدي كده نروح نركب الملاهي الملاهي بالكارت بتاع اللعب اللي اسمه القطر ده بتلعبه يعني في المعسكر لا نطلع كده مثلا يعني خمس زي عشر ده نروح نلعب ونركب اسمها نهرب 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 بس ده المعسكر حاجة لطيفة نلعب لا وبعدين البلد مقلوبة 2006 البلد كلها مقلوبة وبتطلع من الأوتوبيس تلاقي مصر كلها في الشارع صح 1 1 كنا الناس 2 هم ولا مش هم لا عبو راحب فيا كابتن وهي بتاع تأطفال الملايب تاحت الأطفال يعني ملسك وحل حاجة أنت بركتهم مين كنت أنا بركتهم بس حلوة الدم هو دا ما تكيبتا الدودة ما نكيبنا الدودة ايهههههههههههههه. طيب. اخد من الشمال. انا اخدم الشمال. حسن. حسن ابرهيم حسن. لا مش عالف. انا مطفرقش عليهم وهم بيلعب وتوله. كابتن حسن و كابتن إبراهيم بيلعب وتوله مين بيكسر? اه. لا ما شفتهمش خالص بيلعب وتوله. انا سألتك برس سؤال قبل ما اخش هلاغلت؟ احسك انك اعلام منهم. لا لا. انت مش عايز؟ لا لا. كابتن حسام وكبتن إبراهيم بجد أخي كبار ليا وأنا مثلا الع millet كان كانت الكابتن حسام على فكرة أنا وأنا في الناشئين كنتم ب mint 10 ينتبقى عنده ليده في كل حاجة فبس أنا لم ترى أمانة بلعبة ظهر Gla ولأشغال معاهم اماق بلعبوش بعض أوسانhi في أي حاجة Sichtcią متبنا جزء ما علابنا بنج كابتن طارق وكابتن حسام كابتن إبراهيم لا علاب signed bing وكابتن براي ما يلعبوش بنج. كابتن طارق. كابتن حسام يكسر. كابتن بيزولوا معاكم في تقسيمات مثلا في الملعب. في التدريبات. يلعبوا. بس مع بعض. مع بعض. مع بعض اه. وهم في التقسيمة بيقولوا ان هم برضو عندهم. اه. اه. عازوا لك حاجة كابتن حسام مثلا رجبيته يعني و كانت بتبقى مموتاة. مش قادر يمشي. مش قادر يجري. على ايه يروح مثلا عمل شوية تأويات كده هو قاعد. وينزي للعب. ارحيل له. ما شاء الله كابتن طب انت يعني رجليك واجعاك وكده. تحس ان هو تجيله الباور. اول ما شوف الكور. اه. تجيله الباور. ايوة بالصبتة كده. حاجة هزمة جدا. اه طبعا. بس الوقت اللي جاي. هنعلي صوتنا بقى. اه. لو هنلج. كان في مص عندها 22 سنة كان هيلعب ولسه هنعتابل لعيبنا شي. هي المشكلة اللي هو لو اللعيب عنده 22 سنة ده يبقى لعيب ناسي ولا لا. هي المشكلة ان انت برضو انت عمل بطولات واحد عنده 21 سنة. يعني بطولة البطولات. فانت انا من وجهة ماذا. اللعيب اللي اللعبش درجة اوله عنده 19-18 سنة. ده ده يبقى لعيب عادي. اه فات على الوقت كبير. بالظبط. الوقت شايفين هلا اندهو 22 سنة. بالظبط اه بالظبط 22 سنة. والدنيا صعبة. يعني. يعني. ما شاء الله. انا كنتش عايز يروح صراحة ما شدت عشان ما بشجعهش يعني. كنت نفسي يروح ريال مدريد. هالند. اه. كان نفسي يروح ريال مدريد عشان. يعني عارفت ايه. ما كانت اجوال. استكلم ان ده لو كان عنده 18-17 سنة انه في مصري يعني. الموهبة دي تلقيت في مصري كان هياخد فرصة. اكيد. اصلا من هو عنده 17 سنة. طب انا اقولك على حاجة مصطفى مصطفى محمد اه. كان برضو اه جي فترة كده راح طمطة ورح مش عارف ايه. فاددوله الفرصة وبعد كده رجع في نادي الزمالك. خلي بالك. اقول لحضاك على حاجة. لو نحنا طلبناه في نادي المصري. المصري ما كانش هيكمل في نادي الزمالك. اهم. يعني لو اللي احنا طلبناه في نادي المصري. فهم قالوا ايه ده ده بقى. طب ده الناس كلها بتطلبه والانديها الكبيرة بتطلبه. ايه طلبته مصطفى محمد في النادي المصري. عشان كان نادي الزمالك تمسك بيه. تمسك بيه وقعده. وعمل بعد كده راح بدأ بقى هو مصطفى ده بقى. يعني هو لما راح طنطة. لو نادي الزمالك كان متابعه. احنا كنا بلعب طنطة. كتنسبناه مش عارفة أربعة ثلاثة. وعمل كرتين. انا كنتش عارفه. يعني كان اول مرة شوفه قدامي كده. اولا عندنا كوفي. في تيك اوف عالي جدا. ما حدش يقدر ياخد منه اي كورة عالية ومشتركة. كان بياخد كله كورة عالية من كوفي. وفي الثمانتاشر راح تدع. راح وقف في الجو كده. ولعب دماغه. قلت لأ ده لعب مش طبيع. يعني حتى اتسالت كابتو عمادي. راح قال لي ده ده مصطفى محمد. ومش عارف ايه. وده من نادي الزمالك. والطلب بعد. الزمالك والزمالك ابقى عليك. بالضبط. ناخد كارتي كمان. حسام عشور انتقل من الاهل. الاتحاد السكندير. رأيك ايه. كان اعتذر في. اهو كنا لسه منتكلم. انا كان نفسي. نفسي حسام عشور. يبطل في النادي الاهل. لاني. يعني. انت كده. ممكن تدي سنتين تلاتة. على فكرة. على فكرة. اي لعيب. ما بيتمناش يبطل. طبعا. ما بيتمناش ان هو يبطل. يفضل لخاية خمسة اربعين ست. يعني ان شاء الله لغاية ما يموت. احنا دلوقتي نبطل لكورة. وبنوح نلعب خماسي. فانا يعني كان نفسي. تاريخك ده. انت كنت بتتقارم بلعبها. في اوروبا كتير. خدوا دوريات وكده. فانا كان نفسي ان هو يبطل في النادي الاهلي. وياخد منصب كويس في النادي الاهلي. لان هو برضو كادر كويس في النادي الاهلي. طب لما انت قابلته في الاتحاد. كان هو بيتكلم معك يقولك ايه. حاش انه غلطان. حاش انه غلطان. هو قال لي. يعني. حكى لي موضوع ان هو مثلا. كان بيكلم سادة المستشار. ترك الشيخ. والموضوع كانت فاهم غلط. وبعدين. هما اللي قالولي. روح كلمه. هو ما قالكش انه كان عايز يفضل في النادي الاهلي. حابب يرجع النادي الاهلي. لا خلاص. عارف انت بقى ما تغرز. خلاص انت ما مش قادر ترجع. يعني قال ليش. خلاص هو غرز فعايز يمشي. فعمال يقول لي حصل كذا. لا ده حصل كذا. لا حصل كذا فعلا. فاللي هو انت خلاص غرزت. فمش قادر. مش قادر. شوف اللي بعد. هل نديمت في اي لحظة على اللعب للزماك؟ لا. يعني الحمد لله. انا ما بنده مشي. انا بقول الحمد لله على كل الطريق اللي انا مشيت فيه الحمد لله. ولو هرجع لورا كمان. ومشيت من النادي الاهلي. واول نادي افكر فيه النادي زمالك. يعني لاني النادي الزمالك والنادي الاهلي اكبر ناديين في مصر. واي لعيب شرف كبير ليه انه ويلع في الناديين دولا. بالزبط. بالزبط. ناخد اللي بعد كده. مين افضلك؟ ايه ولا كبتو حسام حسن؟ بس هو كل واحد في يوم. بس هو كل واحد فيه مميزات. هقول بقى نقطة. اللي خد بطولات دايما التاريخ هيكلم عمن. سح. يعني هي نقطة. كابتو حسام لو كان ربنا كرمه وخد لو انا بلعب في ناتي الزمالك. أخد في السنة الأولى دوري. وفي السنة الثانية دوري. كان هتلاقي الامور الكفتين متأريبين. قريبين بالضبط. أما كابتن حسام يعني بأمانة. ممكن أتكلم عنها ده الوحده وده الوحده. منوش زي بيعرف يقود الفريق. بيعرف يتعامل مع اللابة كويس. بيعرف تكتكان عالي. راجل دمه خفيف ويخلي اللعبات حبه. دي مميزات في منوش زي. كابتن حسام مدرب تكتكان عالي جدا. راجل بيدي حماس للعيب ويخلي من الميزة بتاعت كابتن حسام. يخليك إنت لو إنت 30% تدي 200%. فدي كانت ميزة وأنا لعيب كنت بحبها قوي. وبقيت لما مدرب بقيت حبها فيه قوي. كور راجل تكتكيا وكور سابتة بيعملها كويس. بيحب باللعب فيه. واللعب عارف أنت ما أديك معلومة. فأنت كالعيب بتتقبلها وبتبقى مبسوط أن نجم كبير زي كابتن حسام بيدهي لك. صحيح. الصحيح. اللي اتنين صراحة نجمين كبار. ما فاكرتش تعالى موزيحة? ربنا خلي. لا انت يا لأ. بس باشا والله يعني كون الإجابات الزاكية. ربنا خليك. يعني كون الإجابات الزاكية وحدش يمسك عليك حاجة. والله مش حكاك كده. معرضة تطلع بريء سالم سالم. مش حكاك كده الله. انت لما بتيجي تتكلم على نجمين كبار زي دولك. طبعا. حاجة يعني ما نجري من أحسن المدربين اللي جنب في النادي الأهل. صح. وما تيجي تتكلم على حكيمة حسام. من أحسن ما نجابت الكرة المصورية. 100% بس. حلو الكلام. لسا فيك إشارة الدبح اللي عملتها لجمهير الآلي. لسا فيك إشارة الدبح اللي عملتها لجمهير الآلي وهي. هل ما دمان عليها؟ لما بعد ما بطلت يعني واحد بعد ما بطل ممكن أقول آه لاني احتراما للجمهور ان انت تعمل كده يعني. بس هنا كنت ساعتها تشتمت. فانت لما تتشتم والناس من أول ديها الآخر ديها فانت يعني رد الفعل. بس ما انت فاهم. ودلوقتي بيتفاهم. اه. ما هي دي. انه كده كده جمهور الكرة هي مشاعر. زي ما بيشجعك كتير ممكن يجتمس برضه. لا ده أكيد. فانت ما يبقى. فدية لأ يعني أنا ما نقولك اننا يعني من الحاجات اللي اللي لازم لازم تتحمل وانت مدير فني لازم تتحمل. ولو حتى بقى جمبيه كده فوش. جمبيه كده خطوة ويشتم. اه. ما فيش. ما فيش حال خالص. صح. عشان اصلا لما بيشتم. هادي الشغلانة. لا دايما نقول كده في الكورة. هو ما بيشتمش حسن اللي هو عارفه شخصيا. اه لا. ما بيشتم حسن البوزيشن بتاعه. اللاعب بتاع النادي الاهلي او مدرب النادي ده. لا هو بيش. يعني هو زعلان ما اكيد بس. هو زعلان ان انت مشيت من النادي الاهلي. اه. وروحت للمنافس بتاعه. صح. فهي دي اللي مزعلان. منطقية. يعني انا وانا جاي النهاردة. الرجل اللي جايبني يعني. قال لها زعلان منا كابتن انت مشيت من النادي. فقلتوا ما عليش. حاك عليك. حاك عليك. حاك عليك. حاك عليك ما نزعلش. فهو ده هو. هو ده جمهور الاهلي او جمهور زمرالك يعني. البدري هو سبب رحلك من الاهلي او لا سوزي ايه. والله يا بس. يعني انا قدر اقول اه. اللاعيب هو هو السبب في ما شاينه من اي نادي. بروفارك. يعني اللاعيب هو السبب. لان انت انت اللي انت لما انا كنت بابقى كويس. انت اللي بتخلي النادي هو اللي جيبك. يجبر. تكبر النادي. تكبر النادي ان هو يجيبك. وانت اللي بتكبر المدرب ان انت تبقى رقم واحد عنه. صح. والعافية الصحيح. فانا مش عايز ازل مدرب. الكابتن حسيم او كابتن ميستر مانوان جيزي. لا دايما اقولي هو اللاعيب. لان ان خاص بكيت مدرب. فبكيت احسابك حزبة تلك. هزب مدرب صح. موقف عصف يقودة اللبس مش ممكن تنساها من عميل حسام حاسم. مرة كنا يعني. موقف ما تنساوش مع كابتو حسام حسام. كابتو حسام عاق كان عصبية يعني آآ فوت اللبس. آآ كنا خاصرانين آآ من السموحة آآ تلاتة او مش عارف كام. في الماتش اللي اتعدلنا فيه اربعة اربعة. آآ. فدخل آآ عنف اللعيبة جامد جدا. سمحوا الاتحاد آآ. آآ سمحوا الاتحاد. عنف اللعيبة آآ جامد و و و و و و و عادي زعق فيهم. الحاجات اللي هو عملها ديت عملت مردود. نحن اتعدلنا رجعنا تاني اربعة اربعة. آآ. فديت من الحاجات. ده بين الشوتين. ما بين الشوتين آآ. فديت من الحاجات اللي الواحد برضو آآ. امتى تعلي التون وإمتى توطي التون وإمتى دي حاجات اللي واحد اكتسبها من كابتر حسين جامد وقعاد يقول أنتو منافستوش أي حاجة من اللي أنا قلتها وانتو بكل واحد وكلكوا وقفين غلط بعض عن بعض الثلاث خطوط بعض عن بعض بزعي جامد فهدية وفيه وقت تانية حسين ما بعرف بين الشوتين ممكن بقى يهدي اللي لا لا يعني ده من الموقف اللي واحد ما ينسوهش انت خسران ورجعت وعملنا تغييرات طبعا رحت مرجعنا تاني فدي من الحالة دايما نبقى منفرج على مفرية زي دية الشوت الأول نبقى الشوت فرقة بيضربها الكابتر حسين حسين الشوت الأول يبقى وحش قوي بنقعد نقول إيه الله يكون فهون اللعيبة بين الشوتين في غرفة خلق الملافز بتبقى شايف عنيه العصبية والغلي اللي هيطلعه والله أنا عايز أقول أحضر لك الحاجة من الحاجات الحلوة قوي للكابتر حسين في التدريب يعني إن بيوصل لكل لعيب إزاي يكسب وعايز يوصل لكل لعيب إن إنت مش النادي الأهل ونادي الزمالك مش أحسن منك عشان إن إنت تفضل تتغيلي فبس على فكر خلي بالك فيه مدربين كتير قوي بتباني إن هي هادية وتخش يعني مرة كانت عارفين تفقدة للتحب بتبقى جنب بعديها يعني مرة كابتن حمد سيمي برضو كنا كازبانينه 2-0 دخل ما بين الشوتين برضو والصوته عندنا فعلى فكرة الشغلانة دي صعبة قوي طبعا قوي 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 وضغط ونفسي مش طبيعي وخلي بالك ممكن تجيب لك الضغط والسكر أصلية أسوأ ما فيها إيه إن إنت مثلا بتدي لعبين تعليمات معينة وتقعد تحفز بيه ومسلا موسم بحاله موسم آآ بزراب وفجأة تلاقيه نزل الناس كل حاجة أو ما بيعملش إن إنت بتقوله فإنت بقى إنت والتعب كله راح آآ يا بزراب لحظات فإنا متفقدة لأن خلي بالك إحنا بوتس قاعدين في الستوديو بنيجي نحلل الماتشو مش عافين إنت مش عاف أنا بعمل في فترة إعداد آآ أنا بصح الساعة كام بعمل في فترة صبح وبعد دور بحفز اللعيب كل شوية بطمرن الشمس 24 ساعة على دماغي لا أضيف على ده بقى إن إنت في جمهور ووراك مثلا لو بدار فرقة جمهلية بالضبط في الوقت فوق دماغك فهي شغلانة صعبة بس جميلة تستمتع فيها لما بتكسر لما بتحسن بقى إن إنت قلته الترجم بالضبط سلام بالضبط يعني إن أنا قلته بالضبط الترجم بس خلي بالك إنت لو تيجي تبص يعني حتى في رقم مدريد في أي حدو ما هو العيب مستولي في العالي ما هو بيغلط طبعا في التغطية في الطلوع في الضغط على الخصم في الاشتراك بس إنت كمدارب بتبقى شايف فيه أخطاء بتقول إيه ممكن تحصل لأيه لعب بس فيه أخطاء برضو بتبقى واقف بره بتقول إزاي تعملت ما ينفعش تاهم اللي هو إنت في إنتهابنا عملتها إزاي مستحيل ببعض بصراحة إنت كنت لعيب مغرور ولا عائل كان في ناس بتشوفني إن أنا لعيب مغرور ما عارفش إيه بس لما تتعامل معايا كان تقولي يعني طيب وهادي وجدع ونبلد وشاوي فكنت بازع الأول من النقطة دي لما حد يقولي إيه إنت شاكلك شاكلك من بعيد مغرور فكنت بازع صراحة اللي هو ما إنت بش عارف إنت ليه بيقايمني من بعيد إن أنا مغرور طبع أعمل لك عشان يباني لها متوضع بالضبط أجي أول ما شوفك أنا أجي أسلم عليك طبعا ما عارفكش إيه رأيك تشكيل الموسم تشكيل حسن مصطفى للموسم وحطت لك شوية أسماء يعني مش تختار منها بس تفكرك شوية باللعبين اللي كانوا مميزين مع نهاية الموسم الماضي نختار التشكيل ماشي نبدأ بحراسة المرمى نبدأ بحراسة المرمى جاهزين يا رجالة جاهزين جاهزين تشكيل حسن مصطفى أب أنا عايزة أسأل سؤال هنحط واحد واحتياتي في معايا ولا نحنا هنحط احتياتي بص أنا حطت لك شايف خطوط حمرة دي ده كله احتياتي ليه بقى أنا حطت احتياتي لك ليه عشان كل الناس اللي بتيجي معايا هنا تبقى محراوية حسن وإيه في لعبة كتيرة كويسة فقلنا نعمل احتياتي عشان اللي انت ما تقتروش تحطه هنا يعني حط العشرين العشرين عشان كننا وحن نغرب الدول بالزبط كده هو العشرين بس اللي هو هنحط تشكيل أساية يعني تحارس واحد نايز يعني محمد الشناوي محمد الشناوي حارس مقض انت هتلعب الاول ايه طريقة اللي هاب 4-2-1 4-2-1 حالو محمد الشناوي في حراسة المن سنائي خاط الدفاع سنتر باكس محمود الوينش وعبد المنعم محمود الوينش ومحمد عبد المنعم وهنحط ياسر احتياط عشان من ليس هنيجي للأحتياط ليس هنيجي للأحتياط يبقى محمود الوينش ومحمد عبد المنعم ظاهر ايمن ظاهر ايمن اه كنت اتماء يعني اكرم توفيق اه كنت اه بس وارجة اه هنحط اكرم هتحط اكرم اه حلو لان هو قوي واكرم لحد كان بيلعب بالمناسبة اه هو بس بطولة اه بطولة افريكا تصاب يعني العب ما شاء الله عليه طبع اكتشاف ان حد اكتشفه في المركز دي صراحة لان هو عنده اه زي احمد فتح كده الروح العالية وروح القتالية وحد يعدي منه يرجع له تاني صح فدي كانت حاجة جميلة الظاهرة ايصر انت برضو صعب ايه قوي صعب بس انا هحط علي معلول علي معلول اه 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 انا اعلم انت عايز تشتغل فيه لو جالك عارض من الالي والزمان لا والله لا خلي بالك ابو الفتوح اللي عايبك كويس قوي بس انا بس انا نفسي ابو الفتوح بجد بتمنى ان يعمل الموضوع دوات يفضل التسعين دقيقة يدي باقصى طاقة لان في اوقات هو مهاري جدا والعيب بعد الوقت بيلعب بشراسة بس في اوقات بحس ان هو بعيد بيدي عن المبارنة يريح بيكسل ما بيفضلش على طول يدي يعمل انت دايما محتاج المساعدة المساعدة ان انت تروح ورايح جايب الظاهرة اتنين في نص الملعب يعني امام عشور والسولية امام عشور وهي عمر السولية بالمناسبة اي رايك في بلانة توريه اللي بيلعب في البرامنزة بص انا عدت اتابعه شوية كده ولعيب كويس بس ايه يعني مش عايب بحس ان هو عايبش شي لنا شوية بس هو لعيب جامد لعيب جامد قوي ميش هتلعب بلاي مكر مين صاني على العيب صاني على العيب ميش ميش هت مكدافش محمد مكدافش ميش على الشمال على الشمال هنحط زيزو زيزو ميش زيزو عالي مين بقى ماشي ميش خليها وجهة ميش ميش على الشمال بقى مين انا بالنسبة له رمضان صبح رمضان صبح اه ماشي مع اني فيه لعيب يعني اساميها بس انا بالنسبة له رمضان ماشي مهاجم اللهي اللي فانش اللي فانش كويس نكتب سيف الجزيرة سيف الجزيرة اه يا ل showed in myし وت يا 식 stay in my situation عشان تخلص أقول اللي في Pepsi ااا دايك نحط احتياطي اا COME صعب برضا برضو ش صعب برضو بليس محمد ده عواده محمد صبح محمد صبحي عمل موسم كويس اوي اه ما هو 써 history هيا بريده انا مش عادي هزل صبحي عشان انا مش حادي اختار من الاهلي وزمالك لأ صبحي من الحاجات اللي النادي عمل موسم كويس فارقه كان من أحسن حراس مرمى كان موجودين صراحة وقبلها كان معنا في الاتحاد لما كان معنا في الاتحاد فأنا عواد لعب آخر كان موض شواء مثلا آخر 15 ولا 12 آه تقريبا وكان مبدع جدا 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 يعني بس أنا يعني عايز أحط محمد صبحي محمد صبحي ماشي في الدفاع أحط ياسر 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 باهين زي الأيمن عمر جابر عمر جابر زي الأيسر أبو الفتوح ماشي وكان نفسي حط عب الشافي عشان حبيبي زميل الغرفة يعني طيب وسط ملافة والدي الكارتي والدي الكارتي طب إحنا اللي اتنين دولار تمانية صح طب نص الملعب بس انت عايز تلعيز السنة بحب لي اتنين وواحد قدام ماشي والدي الكارتي حطيت والدي الكارتي تحط مين عبدالله السعيد تحط عبدالله السعيد ممكن تحط واحد جاء كبير وحط محمد أبراهيم عبدالله سعيد ومحمد أبراهيم معدك ماشي اتنين مروان حمدي مروان حمدي وانحط احمد عاطف عشان سنه صغير برضو كده مروان حمدي واحمد عاطف شادي حسين صفقة كويسة الاهلي بصة كابتل لو شادي مش لعيب جامد النادي الاهلي مش هيفكر فيه دي واحد اتنين هل هوا لما يروح النادي الاهلي هياخد فرصته كويسة ولا مش هاخدها هيبقى مثلا زي حسام حسن هي دي النقطة خد فرصته لأ شادي هيبقى من الفرود ده كويسة جدا جدا بتروع الجون كويس بلعب بشمال ويمينه راجل عنده سرعة قوة فرود مختلف عن الفرودة اللي موجودة عن كل الفرودة اللي موجودة صحيح تشكيل كابتل حسن مصطفى لهذا الموسم المنقضي يعني محمد الشناو في حراسة المرمى اكرم توفيق والوينشو عبد المنى معالي معلول في خط الدفاع سناء واسط الدفاعي عمر السلية وامام عشور وصنع العاب محمد مجدي افشا على اليمين زيزو على الشمال رمضان الصبح وفي الهجوم سيف الجزيري تشكيل الاحتواطية محمد صبح ياسر ابراهيم عمر جابر اول فتوح وليد الكارتي عبدالله السعيد محمد ابراهيم احمد رفع الطاهر محمد طاهر مرأة الحمدي واحمد عاطف تشكيلة حلوة تشكيلة حلوة وانت حلوة ايوش ربنا خليك انت نوارتك كابتل حسن ربنا خليك انا مبسوط اللقاء والله اللقاء كان جميل وانا مبسوط اننا كنت معكم يا حبيب شرفت ونوارتك شكرا 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 كابتل حسن دايما موفق ده كان لقانا مع النجم الكبير كابتل حسن مصطفى وده او دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشرة اشوفكم يا رب على الفخير